السلام عليكم و سعد الله و مساءكم بكل خير وتابعينا في كل مكان أهلا وسهلا و مرحبا بكم في بث المنجة الأسبوعي اللي يجي كل أسبوع تركي فضحنا من البداية بيض الله وجهة داخل مدرعم جاي بالعيد على كله نور تركي نورك يا أخي بخلو أبو خليل لا حبيبا يا أخي شركة شخار شرز شل جمال يعني مش تاقلكم شديفة قلنا نكشة أحلى مني شتاق يا أخي من أول راشد حمد على السلامة نورك الله سلمك هلا 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 بريحة صلالة هلا والله لاحظتي بخليل أنه أول ما جاء أول ما جيته من صلالة راح غيران تراه واضحة ترا يا دي بخليل أني بروح صلالة قبل ما أهيروح قيل أنت بتيجي أنا بروح ودي الأمانة يعني يجيله طيبة والله والله يجيله طيبة أهلا وسهلا بالحلوين الله يكثركم الله يكثركم ليش محسسني ليش محسسني أنه أول مرة تحضر بث بخليل لا بس أحبكم يا أخي مش تاقلكم ما تري والله سعود شفيش جاي متنمر فيني طاقة سلبية كثيرة بطلحها الله يرحب ببالديك طلحها في العمل وطلحها فينا لا والله يا جماعة ما أحد لأنا ما عندي أنا ما عندي فرصة أن يحضر بكرة فهمت فاستغل الفرصة لهين ويش الزاوية الحلم وهيذي ويش الأناقة أهلا وسهلا صباح الخير هذا اللي ما يحضر ما الله عادي أن تخرب عنه شو صباح آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ دام دام ماجد مضفية هذه الأمور طيبة لا طيب 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 اسمع اسمع أول شي ماجد إن شاء الله بيجي بس أنه عندنا شغيرة صغيرة يعني مش شغيرة صغيرة كده مغمض أسوعة عينة داخل عندنا يريح لأنه كان منهك لما قصر وطي العافع فبس صح صح هيجعل طب عبدالبر أيضا نظرنا جاي البقية توقع خرج التغطية حاليا فمحمد أيضا حاليا ليسا عن محمد وما قاعد يطلع في القناة بشكل عام قاعد يركز على راحته وعلى أجل طبيعي شانس يرجع عقوى وأفضل رأى ألف مره يطلع معي وانا مسك أقول اه ريح وكذا تطلع يعني لأجل صحته والله مباشا شي ثاني فإن شاء الله بإذن الله يتشافه يتعرفه ويرجع لنا بإذن الله هذا بالنسبة لمحمد عبدالجليع توقع أنه مشغول من داوم حاليا وأيضا محمد السامس الشي وياسر أخرج تغطيها أيضا معاد مش ملحق مع المانجات الله يكسر قرنا ويبقى عندنا اللي هو من هم بسالم بسالم دوام بداحم كوروكو كوروكو طبيعي يعني ما في شي غلط نقول فيه واحد نسيته طلع كوروكو إن شاء الله إن شاء الله يأتي أحمد اليماني أيضا أبو يماني أحمد اليماني أيضا من كثير ما يغيب أحمد اليماني من كثير ما يغيب أحمد اليماني مثل ياسر لكن إن شاء الله تزيل أمورهم ترجع دواماته يا جماعة متعارض دائما مع وقات البتوت فما يقدر يعني مثل ياسر أبو سالم وأبو جليل حتى دوامه الصباح يكون مثل ذا الوقت عاطنه هنا أيضا عشان ستعنده دوامه الصباح ثاني يوم ودحم دوامه مسائي فما يقدر يعني يقول لا تركي شغلك وتعال بدأت ازيد مرة بطاف القناة من يوم GM ثم فيها ب بسبدائي بنأخذ أسيادكم شوف أحد مthing هم من لير حضر بات المنكس 뭔가 الماضي ممكن ناخذ رائيا به الفاصل اي ي الله جاء بكتركي زين زين وميتن أنا ما ي swornعب الع Plus انا ما يتجل الشباب بإذن الله في هذا البنث والرائع وللممتع معكم طيب خلي نسمع من تركيا على ما ينبدأ نجمع الأسئلة من المتابعين ونأخذ أسئلتهم فصل فصل عشرة من عشرة لأنني أنا أرى الموضوع هذا زي أو شو اسمه أفراد طاقم باقي نفسهم اللي هم الحلفاء وهذا فعل فصل عشرة من عشرة فخامة باقي خضع كروكدايل وميهوك فيعني صراحة هذا أقل ما يقال عنه شو اللي خضع ها ايه يا اعتراض لا سمح الله ايه لا أبد انت 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 الظاهر انت الظاهر من السجناء اللي طلعوا من الدور السابق مخضع تركي انا قايل انا قايل شوف زعزع الظاهر دخل الموسم الموسم للدور السادس كان بيأخذك وهون فانت يعني رحت مع باقي يعني حد الله خلق 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 وانبسطنا وروقنا وضحكنا يلا الفصل صدامني الصراحة انت ما حضرت بشكل مانقصة لا ما حضرت يلا سامي نقول لي رائك الفصل رهيب يعني بشكل مطبيعي الصد في نقطة كنت اقولها كنت اقول حق ماجد اه على نقطة شسمه فكرة النقابة والمسمى طلع المسمى من ميهوك كنت اقول له كروكودال اتبق مع ميهوك بس ما توقعني قلت له في البات كنت اقول له كذا وكانت اتنازع ان ميهوك بيتعاون ان كروكودال قال له كنت اقول حق بقي ان اهو الرأس المقبر لكن ما طلعت في هالشكل طلع ان اردي تابعه اللي خلى هالشي يصير ان قال له خلاص خلوني انا القائد وانت صوري تابونا بس طلع العكس لا انا جيب في بالي انه ايش انه يعني ام مش هو وقال انا خلونا انا كنت جاي في بالي قلت انه ممكن كروكودال قال اسمع بما انه عندك زي كذا طبعا كروكودال هو صعب الفكرة انا جيت في بالي من البداية انه كروكودال صعب الفكرة من دسته بالنقابة انا قلت اهو الوحيدة كان عنده نقابة ايه كنت بتوقع يعني العكسة اوده جابها لي بافضل طريقة ممكنة افضل حتى ما تخيلتها انا انا ممكن كروكودال يجي ويقول حق بقي بما انه انت عندك زي كذا وكذا كروكودال هو اللي قالها موش موش باقي جاء لهم وانا باكون صور زي كذا فا لا صارت كذا ولا كذا صارت صارت جديدة الاشخاص اللي مخدعين في باقي مثلا مثل تركي صدقوا انه باقي كان هو صاحب الفكرة ولا انه صاحب التعال ولا شي طالب يلاحسن حديان الجماعة عشان يعرفون عن حياتها فقط ليس اللغة هلهم مفروغ انه يجيوا ماتوا هذا الحقيقة ليس فقط على كل اخدع عدوك بالحقيقة الذي هو يريدها هذه ايش 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 اخدع عدوك بالحقيقة الذي هو يريدها ايه كذا النظام ايه 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 اول مرة احنا نشوفه بهذا الشكل متعودين عليه الهادي اللي اللي حتى لو كلمته حشرة ما يرد عليه هذا اللي احنا نعرفه هنا قاعد يقول حق ميه بقي انت اساسا نبيلك تموت حتى لو قلت قدمش ما قدمت هذا الشي ما راح يشفع لك هذه ردة الفعل اللي شفناه من هناك تعتبر شي جديد على المتابعين اول مرة نشوفه في هالحالة صحيح احنا شفناه في حرب ميرينفورد قال لهم انا اساسا انتفقت معكم شغلة ثانية شفناه ضد اه شي اسمه دون كريغ من قبل ولا جاء قطع سودهم ما يتكلم ولا شيء الردة الفعل كانت هناك غير لما هجم على زورو انه انعجب بزورو ديك اللحظة هذا اول مرة شوفنا فيه لها ردة فعل وحين هاي ثاني مرة شوف ردة فعل له وقاعد يتكلم بطريقة اه طريقة مغايرة عن الشخصية اللي خذناها عنه هذا الشي ترى انا شوفه حلو ان الكاتب قام يطلع على اقل ملامح بسيطة من شخصية ميهوك مثل ما احنا عارفين شخصية شانكس انه مسلية شخصية تيج انه انسان يحب الضحك وانسان يبي يسوي الافراسة وليما يبي يتركها مثل ما شفنا او يجي مهتم بعائلته عند الاهتمام عالي مثل ما شفنا لوفي عند العفوية لا هالمرة شفنا شي ميهوك ممكن شي بسيط ممكن ما احد يلاحظه لكن انا 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 لاحظت هذا الشي ان اول مرة نشوف شخصية مثل شخصية مثل ميهوك الرزينة بهذه الطريقة قبل ان نكمل ثلاث مراحظات الاولى بالشيء تم القفاله لانى سبويلير نزر الثاني ما اجد اخوي جاي بعد شوي الثالث سعود ما انت ضاعفت خبه الله وانسعود ضاعف كصلت هذا سبيع ما ادري ثلاث سبيع والله تذكر يا ميجينة راشد هنا في المخيم اذكر اوه مسكين لانه كان يروح عشان يعالج رجلة فالمسافة 40 دقيقة كل يوم يمشيها ويغصب يضعف ابعد بعد 40 دقيقة سويته تسكام ربما ضرت النافعه هذا الكلام والله انا حافظ والله تقول انتبه ماذا ينتبه انتبه يمكن يعني من قبل لا لا هو في العادة اني انا لا في العادة انا اجي والبس اوبر سايز ايه اوبر سايز فما يبين علي يعني الحمد لله اكس الله يوافقك استمر اقبال ان شاء الله لا لا قرأ انت يعني تغيرت صراحة ايه بس لسه لسه بمداية ما شاء الله الله يوافقك يا رب والله انتبه يعني اعطاها يقولي يا والد انا خبر سعود اخر مرة يوم جانب يصراحة كان يعني ما كان دوب بيعي بس كان وستكفى متى بخليل يعني دوب سنتين يمكن ايه سنتين كم لك مرة امريكا انت اهين سنة سنة بالضبط ترى قبعا يامشي كان عندنا بسبوع نسويلا جابين لك ايكا وفرحنين فيه يعني يعني حزنين بس لنا فرحنين بس لنا صحي اتذكر كان ما كان كان فرحنين بوجوده بس قبعا يامشي ايه ايه ا من اه يفهم ج كي والله افهم كنت موجود تلك اي العيل ايه موجود كنت ايه كان موجود والع dependent ايه يا والله ما ندر يا بخلي ما ندر والله يحبك طرع ماذا ليش ماش يحب فيك انا بحالة قلت له اولا اسحى ماذا تركي وعنجي لا يا بخلين في ميزة زعزة ودي اقولها ودي اقولها ميزة في زعزة لكن ما راح اقولها بقولها فاك ثاني والله العظيم مش افتحد مثله في هذه الميزة يعني هذا شوية راشد طيب قل ايه لا لا هو زعزة فيه مميزات كثيرة هذا يا الله حق يعني هذه هم ميزة نشوف يوجد العيوب كثيرة بحث يوجد اللهم مفي جمسي متكامل اي صحي بس اني أحبه والله في العيوب قبل مازيها حتى اوه كل شيء والله يسعدهم بالله جيب里 فكال واحد مننا الحلوين يعني في ميزة وفي عيوب بس انه انا أحبهم كلهم طيب الحمدلله ما فيهم ولا ميزة لا 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 فيه فيكم فيكم بس احبون ميزة التواضع يا راشد دقيقة مين اللي تواضع؟ أنت وكاير مبيو ولا ميزة ايه ما في اسمه، أنا أقول حقيقة مش تواضع لا لا هدي التواضع نفسي طيب 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 أنا نزال حقاني حلينا نرجع ناخد الأسئلة ما هي اسمها؟ و بعدين نرجع لا 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 أميجون شوان طيب، سؤال الأول معنا أحد هل عندي إضافة شيء قبرا نقفل سعود الحيث أنت سبعة مجدد، مجدد سبعة مالسة؟ ألا جيت موجود البت الماضي طبعا أختبر الشباب إذا مركزين أنا أعد في النجاح إي أكيد أكيد معلك هل اثنين ما جينا طيبين وخليل اشتغانوا هذا الكلام يا شباب يا شباب أنا كاشخ لا تخربون البرستيج تعلموا أي شي يقوله بخليل صح خلينا نبدو نأخذ العقة اليوم طيب يقولك اسلام بخليل كاشخ هذا في يصل يعني يتنمر أخير يقولك السلام عليكم نوريني يا شباب بخليل تركي لا يروح أخلطه والله يقدرني على فعل الخير خلط لا كيفي صح اي خلط لا كيفي صح خلطنا لما قلنا بس حطنا بالخلط طلعنا ورجعنا بالخلط لا حرام عليكم مايش خلط الجدر على مينك ايو الجدر اللوحة على مينك احط خلط وييتامين ها بروتين لقيت الأيام ما تعود بخلط خلط وكم prior ممتكلة أحمد ربك أحمد ربك يعني ما كان تحدي في أنك تطير شن مك ولكن نحن أخذك تطير شن مك يا إباع بس كان التحدي بد طرف واحد على خير خير فصول واشتراك الشرسى impeachment شكرا لك دح دح يقول والسؤال عندك يسعد نبدأ عندك يقول لك رأيكم هل استخدم أودا طريقة ممكنة عشان يرجع شخصيات مظلومة مثل الكروكدوليوميهوك للساحة ولا كان في طريقة أبضل يجاوز أود طبعاً وإذا في أحبكه يضيف عادي لا يوجد مشكلة سامحي أكيد أكيد لأن السؤال عام على قول الله طول لما أنا حس أن هذه الطريقة يعني هذا أسلوب أودا في أنه يجلب شخصيات معينة في الساحة يعني مثلاً إحنا كنا ندري أول عن بيلامي شوفوا بيلامي وين تقيبة في الحلقات مياً وطلع لك إياه وين في إدرس روزا أي في أرك السماء وطلع لك إياه في إدرس روزا وطلع لك إياه بأسلوب داخل الكولوسيوم ومدري إيش وستايل تغير وزي كذا ثم بعدين قال أني أنا ذبحت ناس وزي كذا يعني من بابنا هذه الدخلة كويسة يقول لك أنا أود حطيت لك إياه بمعينة في عندكم من قبل برضو باقي باقي من بعد السنتين أو حتى قبل السنتين قصدي إذا تذكرون أول مرة له في طيرة خلا كذا في السماء ومدري وين وحطها في جزيرة وتقابل مع واحد إلا اللي داخل صندوق ثم بعدين طلع من الجزيرة هذي وبالشيبي حقها وبالأسلوب الكوميدي هذا فطريقة طريقة أودة أن يطلع لك الشخصيات اللي يعني خلي نقول الليس كانت ستصبح منسية بالشكل هذا هذا معتاد منه يعني حتى كروكودايل وميهوك حرفيا يعني ميهوك يمكن ها شوي خصوصا من بعد اللي هو فصل تشيبوكاي اي فصل تشيبوكاي بس كروكودايل حرفيا مختفي ممكن بعد السنتين يوم كانت كلمة مستر وان قال لأن أنا أتشوق للذهاب أو للرجوع للعالم الجديد فيعني هالي كانت أفضل طريقة ممكنة حيث لنا دمجلك ثلاث شخصيات في سيناريو واحد أو في سين واحد يعني فبالعكس أنا أشوف أن هذه أفضل طريقة ممكنة حتى والله هذا اللي في بالي حاليا يعني يمكن فيه أكيد أكيد إنه فيه بس يعني هذا في بالي أنا أقول نقطة إحنا قبل كنا نقول دائما أن كروكودايل بيظهر في المعركة الأخيرة إحنا كنا حاطين المدخل الوحيد في الكروكودايل في المعركة الأخيرة حاليا أن الكاتب تجاب لك مدخل حق كروكودايل أو لا وفي وسط الأحداث اللي حاليا قاعد يتصير أنا حاطينه في النهاية قال لك لا أنا دخلك هي في النص قل له يشعل النيران الموجودة زيادة كاسم كروكودايل اسم قوي هذا حين يعطيني يعني مؤشر أن إنل باحتمال كبير أنه يدخل أحداث الجاية متى الوقت المناسب ما أدري بمعنى إنل من تهدوره في احتمال أنه يرجع موقع يرجع صديقة أولا عادو شوف إنل بالذات نور يا بخيت منور من طول الغيبات جاء بالغنايم يقول لي ورسلنا وعدنا للبخوة أخيرة منور منور يا هلا ولكم ذاك والله ابقيت شو بس تويتر اهو اي اهو فصل شبيز حقنا اي احبك ومنورين حتى ما عليش رأس قطعتك كامل فإنل يعني حاليا عطاني إيحاء الكاتب إنه في إمكانين يرجع إنل للأحداث الحالية أو الأحداث اللي جاية مشط للنهاية حاليا مو بس نقدر ننتظر شخصيا لنهاية القصة اللي معركة الأخيرة عشان يقدر يدخل الكاتب لا ممكن يدخل يكون حليف الشخص ما مثل ما شفنا أوكيج حاليا صار حليف التيتش يعني ما حد توقع يوم الأيام إنه أوكيج عدو ما يتكب حليه يكون حليف القرصان مثل هم ما صار كروكوديا حاليا ميهوك صاروا حلفاء الباقي سيناريو ما حد يتوقعه لو إيش كان الفكر اللي عنده ما حد يجي في باله التحالف الثنين مع باقي وسواها الكاتب إحنا كنا من السبعدين أردي اللي هو كروكوديا اللي دخلها حي في احتمالية قلت طرحها زعزع واللي يتمنى يكون حتى دفلمينغو معاهم لو سواها الكاتب شي قوي ومحمد لو سواها الكاتب شي قوي حتى كان في نظرية إنه الاسم الرابع اللي تحت اسم النقابة صورة صورة شاسم دفلمينغو فلو صارت شي حلو رغم إنه نسبة حدوطها صعبة حاليا لكن في المستقبل ممكن تصير يكون شي حلو حاليا الكاتب عنده الأوراق القديمة يمدي يوظفها حاليا لأن العالم كله قلب أول العالم كان عنده رتم معين يمشي عليه اللي خربه يلوفي عقل مخترب العالم حاليا الكاتب يقدر يدخل كل الشخصيات وبعنده طرق كثيرة إنه يسويها حتى ممكن يصلمنا فيها يب 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 إليك يب يب نساب يب أي يب شخصيات مظلومة كروكدال ممكن أن يكون مظلوم لكن ميهوك لا تريد أنه مظلوم فهذا تحبت محبوظة له لين الأخير على الأقل هل كان في طريقة أفضل من نسبة لي لو بغيت رأيي أنا ما كنت أتمنى أن أرى ميهوك يتحالف معه يعني أنت من البداية جاء بلي أنه يعني ذئب وحيد خليه يستمر ذئب وحيد ليس يتحالف معه يعني حتى معنا الطريقة التي جاء بها لي كاتب منطقية ولكن أنا شخصيا لا كنت أتمنى أن ضمم ميهوك مع أي أحد كأنا مكان حتى شانكس يعني في كثير من يمكن أن ينضم معه شانكس مع أنه ينضم معه شانكس بالنسبة لي منطقية أكثر وأنه ينضم مع هؤلاء وسير حتى لو في خاصم شانكس ودوره وخاصم ميهوك فتكون كذا بالنسبة لي منطقية أكثر يعني أن ميهوك مثلا يجي على غالي شانكس تعال تحالف معه عشان نقضي على البحرية وزي كذا وكذا أفضب كثير من أن يكون كركودال وأنك تكون معي سيناريو حلوي بيصير لو نقول لك أنه مثلا تعال أنت مثلك مثل أودن يعني أن نضم أخو بالنسبة لي وليس فرد من أفراد الطاقم يعني أو تابع لي أخ مثل أودن يجي نضم معه ويجي نفس الفكرة تعالي أنه تعال زي كذا ونضم معي وأنك نتقبلها أكثر من انضمامه مع كركودال حتى لو كانت تحالف مع كامل الحب والاحترام للكركودال أنا شوف ميهوك مستوى أعلى من ما هالتحالف الكيلة يعني ميهوك في كفه فه отлич كله في كفه وطاقم باقي والليس بقى نفسه ومعنى وأيضا ولا بعض الشخصيات اللي تنتبع وليس الطاقم كله حتى في أحد أصلا في طاقم باقي 90报 يعني بعضهم لو فهد هم مع بعضا نفهم قوة كويسة بعضهم لا يوصلون نصبه لفرانكي من جدة كنت لا 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 لأ لو دون ما ما عينتهم لشيبوكاي حكمته العالم فرا يعني ما اظهروا ما اظهر يا سعود بس ما نتوقع طاقم هذا ضعيف لهتالجة بو خديل يا بو خديل يعني و مو هو علشان تركي والله بس يعني خلي نكون صريحين شوي يعني يعني احيه الحين الحين هو وصل لش يبày ما هو علشان طاقما هو وصل علشان ندري موجودين في الطابق سادس في الامبلدون ملطابق السادس وصربية شين وصل الطبق السادس ديك؟ عادي غبي لك السيناريو حلو والله العظيم هذا هو قوي معظه بس غبي شين مشكلة؟ وبأي واحد يجري القصة عليه وضمها معه يسمع كلام أمه غبي لا تروح بعيد البيك مام قوية ومع ذلك غبية تابع بعد ها تنحسن من كده مثال؟ لا والله أنا ماشي بها غبية الصراحة لا أنا ماشي بها غبية في فرق بين الغباء والسذاجة لا أنا أنا أقول لك يعني شوف أنا أنا مو كران في فاقي عرفت؟ ولا بالعكس يعني أنا أنا سيناريو اللي صار أنا عجبني لكن كايب المنطب أنت كايب من السجن السادس الطبق السادس أنت شفت كل شيء يصير قدامك مو معقولة تصدق أي كلمة لوفي هو هو لوفي كثير شغل شبنا يقول طاقمه ما يصدق أي شيء يصير حق لوفي ليش؟ لأنه في ناس تفكر حتى زوروا لي ضيع سانجي ضعيف قدام بنات نامي بس تحب الفلوس كلهم عندهم رغبات أساسية ونحن تحس أنه فيه جزء بسيط أن الشي مفهك لكن لا يصدق ليصير قدامك وهم كلهم مؤمنين فيه إيمان تان طيب راشد ممكن أرد على هذه النقطة وأنا أتكلم عن النقطة ولي قبل شاهل لأني ما تكلم اسمها ويفل وش هو أويفل يا هي شباب ما إذا افلي الباقي اللي بقوله يا راشد أنت شفت قدرة اللي قال هي موجودة عند باقي ولكن الموضوع هذا الحرفين يا أبو خليل أي شخص يشوفه يقلب حليف لو هذا انت شفتها الويت بيرد نفسه تحالف ما هذا المنطق ترضى ما ترضى والله شف على اللي صار كلام أنا أنا مختلف مع كلام لا لا والله ما عليش في فرق لما تتحالف مع شخص لأجل مصلحة وبين اللي بين لوفي لوفي الناس تتبعه لأنه تحبه هذا الناس تتبعه لأنه يشوفي مصلحة ما عليش في فرق السماء الأرض إيش اللي يشمله لا لا يا ابو خليل يا ابو خليل الإيمان راشد قاله تو الإيمان المطلق اللي قاعد يصير هذا نفس لوفي اللي قاعد يصير مع الطاقة طاقة مباقي مؤمنين فيه إيمان تام لدرجة أنهم صدقين أنه يستاهد يكون يعني قاله قال أنت تستاهد تكون في هالمكان أهم مؤمنين بهذا الشي يعني أنا أشوف هذا الشي يسمى غبال لأنه قاعد يشوفون باقي ويشوفون أنه وعلى هذه الأشياء يقولون آه أنا أساساً سوي زي كذا وهم مؤمنين نصيش قاعد يكذب عليهم بالأكس الكلام قاعد يقولها تركي صح ما هو خلط أبو خليل قاعدين يشوفونه يصيح أنت تشوف واحد يصيح يشوف ترد قل يا أخي وش صاه يربو ورقع يصيح أوه يصيح فرحين عشان بيوصل هذا الإيمان المطلق هذا هذا الترقيع المطلق طيب يا ابو خليل أنا أقولك هذا القدرة موجودة بو إيه بس اللي يتابعون لوفي غير تقولي حتى الويتبيدي عارفة منه ونفقرة قال بس أنا ما أبيع سبب المشاكل مع اللي معاه فقط ليس إلا ميهوك كروكودايل كل درحم وقاعد يتبعون عشان سنة والله يشوفون اللي يتبع لوفي غير اللي يتبع لوفي يعاني لأن يشوف أن هذا الشخص مثل جيمبي ش قال جيمبي قال أنا ما أتبعتك لأنك أخو إيس أنا أتبعتك لأنك أنت كسبتك ترامي في فرق بين هذا وهذا في فرق بين الثرى والثريع طيب يا بخليل تراموه بكل قدرة نفس بقى أنت في نفس خطأ تلوفي لا تقعد تلوفه الدور وينه وين لوفي لوفي هنا وهو هنا بخليل أنت قعد تقطع بالكلام ما تخلي الواحد يكمل ايه طقا 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 على رأسه طقا شيف يا بخليل شخصنا مع باقي خلاص خلاص لا لا قل 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 ضائك نسمع لا لأنهم ضع الكلام حرفيا أنت كنت تقول أنه مثل لوفي ولوفي عنده قدرة تجمع الناس حولها فباقي عنده ناشي شيء قاعد يجمع الناس حولها هذه طيب يجمع الناس حوله بس ليه أنا قلتك الوايت بير هل عنده ولا مطاق باقي باقي يعني مولا هالدرجة يطلب مصلحة من باقي أنه يحمي أو يتحالف معه فيه شخصيات كانت أقوف دي كله باقي حين تسألوني وليش ولا عشاك خلا بقى أنا حين قالين موضحنك موضحنك الاختلاف هلنا قيليني قبل بقى المشاهرة حين الوايت بير اعتبر تحالف مع لوفي وتحالف مع باقي صح؟ على حسب كلامك صح؟ شي الفارق؟ شي الفارق؟ شي الفارق؟ الوايت بير دي أنا مؤمن ومصدق في لوفي قال كلكم يا أتباعي اتباعوا هذا الشخص ولا يدخلونا يموت بينما باقي باقي ولا عدرة عنا وخاذا بس يقول عشان أكفي لي شرة فقط غلال الفارق بين اثنين فارق بين الثرى والثورية شو قلت راشد أنا وش قلت؟ قليل نقد انت تتكلم عنها شي ثاني شي شي ثاني عن فكرة يا ابن الحلال لا تقرب لوفي الاسطورة قدام الحشرة باقي معليش والله حشرة حتى يعني حتى كده لوفي قال يبني هذا ما عنده سالفة الوايت بيت قال هذا ما عنده سالفة هذا شخص الشي الوحيد ينافس فيه لوفي شغلة واحدة الحظ عنده حظ يكسر الصخر ايه هذا الشي الوحيد اللي عنده أما تقول لي عنده تحرفات الإيمان هذين ناس بقر مثلهم مثل ويفل كده ناس بقر ما يفهمون ما عنده مخ عنده قوة بس ما عنده مخ فلما يشوف هذا شخص يصدق فيه يشوف أنه النور الذي يسطع وهذا فيه ناس كده في العالم صحيح ما فيه مشكلة عادي طبيعي تصير بس أنك الفرق بين اللي يتبعون لوفي ويتبعون باقي غير فرق يستمع الأرض ما يشوف كل اللي يتبعون لوفي يعني جيمبي ماركو كثير من الشخصيات اللي يشوفون في لوفي يشوفونها شي مختلف تماما مستحيش من ده شي في باقي هذه أنا قاعدة وصلة أنت تكون لنا زي لوفي أقول لك معاصي ما يجي زي لوفي ولا حتى واحد بالمئة بس حظا لا الواحد بالمئة وعشان حظ سلام عليك طيب مخليل أنا ما كنت لها الموضوع أنت بجاعة وأنا مراشد بجاعة أنا كنت أشرب ماء وفجأة سمعت أنه تقول لي نفس لوفي زعلت هذا صباحا يغرب المثال ولا يطيس فيه ما لا ما لا عطني سعود أنت فهمت شلي قلوم الشباب عشان أنك أكون أنا مضيق لا 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 أنت طوال عمرك أنت هو نقول الحمد لله الحمد لله أنه باقي ما أخذ شنبك هو لو فيه ذبيحة يمكن الله يستر بس سبيت العمل كله هذا هذه الحقيقة يعني لا أسهر 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 أخي ما يا جماعة يعني خلوني أنا ممكن هو قارن بين لوفي ذلك فإنه يجذب ماشلا ولا مقارة لا أهم مقارة يا بخلي عشان أخنا نرضح لك يا أخا أوه كان يتتلم أنه هذه القدرة هذه القدرة نفسها موجودة هنا لكنها مش متطابقة مئة بالمئة هذا شيء هذا عنده حظ هذا عنده حظ حظ هذا مش هتكون نفس حظ هذا لأنهم محظوظين لكن فيه اختلاف بنوع الحظ حاج فقط هذا كلام تروح هو لو قال الحظ هتبق معه بس هو قال يجذب الناس إليه في فرق بين الحظ قال هذي قدرة صح هذا جذب ناس حولها وهو ما كذا بجذب جذب كل المساجين كلهم أعملوا بكي لا تقولي نفس لا تقولي يا سلوفي في الحظ ات مش متقبلها شوف ات مش متقبلها أوكي إحنا رح نتهم بس إنك تخلي كلامي خلط هذا مو صح انت بشرف في الموضوع سو تصويت يا شباب تكفون سووا تصويت وأنا راضي إذا دا والله لا تركي والله راح ها تصويت ها تصويت شوف شوف زوج وجدان اللي هو ولوفي إذا بعيد بعيد كل البعد هذا خلى خلى على جم أوكي لوفي هذا شخص أصلا ما يقارن فيه أبدا فيه في القصة نهائيا هو فقط الكونسبت أو الشكل العام فقط أن لوفي مثل ما قال ميهوك أنه عندها القدرة أنه يخلي الناس أو يخلي العدو والحليف يكون معاه فهي موجودة عند باقي بس يعني ما هي يعني بالشكل الكامل يعني فهمت كيف؟ هذا المقصد اللي يقصده تركي أنه يعني وهو يسوي حركات تصير لمواقف يستخدم ذكاءه الخارق ولا هي تركي ذكاء الخارق أنه يخلي العالم كلهم معاه مثل ما سوى في حرب المارين فورد كيف أنه خلى السجناء في الدور السادس يكونوا معاه وفي نفس الوقت استخدم ذكاءه بحيث أنه خلى الوايت بيذ يتحالف معاه بغض النظر عن أنه والله الوايت بيذ يعني شافه أنه والله حثاله ما يسوى والله هو بينه وبين أنا خائع مثلا قال الوايت بيذ قال أنا ماني يخايف أو ماني قلق على باقي أنا قلق على اللي هم اللي موجودين اللي السجناء هذوري طيب هذور السجناء يتبعون مين؟ يتبعون القائد اللي يؤمنون فيه مين اللي يؤمنون فيه؟ المحرر حقهم والمين المحرر حقهم؟ اللي هو مين؟ باقي باقي رغمين مش باقي نمحررهم شف شف عشان تصدق مو باقي نمحررهم لاحظ مو باقي نمحررهم لكنهم مؤمنين في باقي ترى بحررهم كلهم لوفي وش اسمه مستر تو وهم اللي حررهم وهم مؤمنين في مين في باقي بين حتى لوفي كان موجود يعني حتى اللي حررهم ما امنوا فيك ما ادري هو ما امنوا اللي حررهم الثاني ما اللي مؤمن فيه ولا اللي مؤمن في قضية تكنتوا اياه وخلوها اشاس ما ما نصعد تصعيد غير مبرر خلو باقي في حالة وانا ما رح ادخل هذا الموقع صعدت قضيتي بخصمم هو صعد وهبط وهبد وكل شيء انكم وجهة النظر انا ما احترمها صراحة مش انتم وجهة النظر انتم احترمكم بس وجهة النظر هذي مرم غير محترم اللهي طيب ولا انتم لكم كل الحب الاحترام مكين طبعا طيب حبيب حبيب سؤال بعد من عقيد السلطان يقولك الكروكودايل قال لي مي هوك ان الصدقة المشتركة بينهم هي عدم الثقة فربما هذه مقدمة لماضي كروكودايل المجهول ولماذا لا يثق بأحد أيضا ماضي مي هوك وكذلك هل نقدر نعتبرها كتلميح قادم للاحداث وهو ان النقابة لن تستمر فوقت تحدث خيانة بالذات من طرف الكروكودايل الخبيث فضل يا تركي عطم طيب اختصار المجمل يقولك حسب ما سهى معنى وفهمنا انه كروكودايل قال حقمي وليش ما يثق في الناس ما عندنا ثقة والجزء الثاني من السؤال تقريبا حسب ما فهمت انه هل هذا الشي برضو يعني انه ممكن هذه النقابة تتفكك في أي لحظة والخيانة يبدأ فيها كروكودايل شف ابو خليل من ناحية كروكودايل النقطة الاولى اللي هو ماضي الكروكودايل انا توقع نعم زي ما ايفانكوف قاعد يقول له اسرارك تبي افضحها هذه اللي خليك تبقى معدومة كاناتها واضحة كانت تحرمه الحرمة دائما عندها اسرار ايش مخليل طيب ميهوك عندها اسرار ما احد يعرفها لان ابنت اول هو ان شو صار لك اه اه كان اسمه ميهوك بوي زي ما كروكو بوي شو سهلة كمل تركي كمل معاش والنقطة الذين كانت هي هل باي لاحظة تبكت انا صراحة قبل شوي يوم تتكلمون عن النقطة اللي راشد ومدري ايش وكلكم كنت بقول شي اللي هو كان اللي هو الفكرة كالاتية الان الان من المفروض يسقط باقي اللي هم كل باقي لانه الاحين هم كل باقي مستوى في احتمال انه مثلا يكون تيت يقول ويش جاب هذا صعولوك ليه هذا جاب معنا هذا تبكير تيت شخص معميهوك معميهوك لا خاكمل معميهوك تمام يقول اوه وزنه تيريو هذا حلمك يلا قو فيصير هذا القتال بينهم فهذه الطريقة اللي بتفكك يعني تشوف الطاقة بتفكك القتال مش فيها خيانة لا الخيانات دائما زي الروكس انا عن نفسي يشوف الروكس شون تفكك سبب المعزة عنده مبقوية على طول بيمفكون اي شي بصير تمفك فهذا اللي يصير بين كروكدايل وميهوك لو يجي شي بصير بيمفك ميهوك ما اخذ راح تباله هالفترة قاعد يشوف العالم وش قاعد يصيره ويادل انه الدنيا مقلوبه وفق تحت بناظر العالم وش قاعد يصير عليه وبيروق ثم هو بيبدأ بيشتغل انا اقول بهالواق في جي تيتش منك في قاتل هذي برضو على الناس اللي قاعدين يقولوا انه مثلا شيريو بقاتل ميهوك قبل ما يصل لزورو او انه زورو يحقد على شيريو ويبدأ ياخذ منه علشان ياخذ منه اللقب قبل ميهوك معني نرافض هذي الفكرة بس هذا فيه احتمال هذي الفكرة طيب احنا عندنا اضافة في السؤال يا شباب سعود واشد لا هذي الفكرة اه ماليس اه هو شوف وارد ان الطاقم او النقابة هذي تتفكك ولكن احس ان انا مقالها كروكودايل لي ميهوك ما هي على اساس والله انحنا ما نثق في احد والله خلاص يصير في تفكت ما المفروض ما سووها من الاساس اذا انا ما اثق فيك وانت ما تثق فيني خلاص مش لازم نحن نسوي النقابة مش لازم نحن نسوي النقابة هذي فلا انا اشوف انه لانك خلاص انه لان انا اشتغل حالي وانت تشتغل حالك فهي على قررتهم يعني خلاص كل واحد في حاله ولكن احنا كلنا في نقابة واحدة من بابنا خلاص نجمع كل احنا نتجمع بحيث انه ما احد يزعجنا ولا احد يسوي يعني قصد السؤال مثلا ماذا لو انك ركتال كان يهدف لشي معين خلاص معين خليطة معينة بنقلب فجأة كده خلاص خلاص يمحصك لا لقي يعني محاصل الشي اللي يبيه خلاص يغادر ويفك كل دي او يبدأ الغدرة في ميهوك او يبدأ الغدرة في باقي اذا هو يا ابو خليل اذا ميهوك بعظمة لسانه يقولك انا لا اطمح لمنصب اليونكو اساسا انا ابغى اعيش حياة هادئة بلا ازعاج ولا شيء طيب فهل تتوقع انه والله راح يعني راح يستمر فالنقابة هذه على اساس ان فيها خيانة بتصير يعني ما هي سالفة لا خيانة بتصير غصبا عنكم وغصبا على الاجابكم ان النقابة هذه راح يصير فيها خيانة بحكم انه والله هذه الشخصيتين ما يثقون في احد لا لو كانت هذه كده من ضمه ولا سوه احد الاسواب اللي ممكن يجيك باقي ابا هاجم شنكس او كركوديل من هاجم شنكس راحتك لانه بس هنا اقولك انا قلت لك بداية كلامي يا ابو خليل ان هذا الشي اللي كان يهدف له كركوديل من البداية انا احنا بما بعض يعني انا لا اثق في احد وانت لا تثق في احد النقابة هذه فقط لحمايتنا تبي تسوي اللي تسوي بكيفك انا من يدخل فيك انا اهم شي اني انا اللي هو ميهوك انا اتكلم انا حين انا اتكلم من وجهة نظر ميهوك يمكن كركوديل يسوي ذي الامور لكن ما راح يصير والله خاصة انا خذيت الياب يلا بقلب عليك كيفك براحتك فهمت؟ يعني هذا هذا اساس النقابة ان كل واحد يسوي على كيفه دخول باقي فقط ترى يعني من باب انه خننكبر الموضوع شوي ويلا نسوي هيصة ويلا خننسوي ويلا نفعل لكن على بعضهم ذول اثنين فهمين بعض ليلا انهم مثل ما قالوا احنا ما نثق في احد باقي بالعكس يعتبر طفيلي انه يعتمد على الناس على اساس يوصل اليابي ما يعتمد على نفسه مثل الشباقي والله انا على نفسي ما استغرب منه باقي كروكوديل بالذات يسويها انه بعد ما يحصوا شي اللي به مثل جيوش شهرة فلوس ويحصل له فرصة انه يقتل ميهوك لانه ممكن يكون يوم من اليوم عظمة في حلقة يقتل ما استغربه يعني بغادرة وليس بفيس توفيس يعني كروكوديل اللي يسويها هو يسويها بس ما اظن يعني ان يعني ميهوك من الغباء انه يعني بيقول كأن يقول يعني والله أشوف انا عارفك انت بتغدر فيني وعارف انك انت بتسوي وعارف انك بتفعل يابس خلنا ننضم معك في النقابة يعني ما هي سالفة ان يلا خلنا نلعب يعني ميهوك يبغى يعيش حياة هادئة راغدة ولا فيها اي من المصائر ولا فيها اي من المشاكل فهمت قصدي هذا هذا اساس النقابة ما عليك الخيانة راح تكون موجودة لكن ما راح تكون بالشكل هذا ولا راح تكون بالسيناريو هذا برضو يا سعود انا برضو بضيف عليك اصلا لو مات ميهك من غدرا ما في احد بياخذ لقب اقوى سياف وما في هدف دور يوصل له الا اذا في غدرا لسياف قوي ومعروف اسمه موجود مع كروكداي وهذا شي مموجود فهمت علي ابو خليل وش المقصد تلفت انه اقوى سياف يموت غدر من شخص غير سياف هذه تخرب القصة تخرب موازين القصة نفسها ما بمعناه انه ما في احد يعني سياف مبين ينزل من اي احد عادي مبزياف لا كل السياف يقدر ينزل من اي احد عادي لا لا فركز معي انا ما قلت انه يقتل قلت لك يحاول يقتل عشان يزيحها من دربة يعني انه يبدأ الخيانة انا ما قاعد اقول لك انه هو يقدر يقتل ميهو انا اقول لك ماذا له انه كروكدايل وصل مواصين من القوة وزي كده انه خلاص ما حتش ميهوك وانا اعرف انه ميهوك ممكن يكون اه عظمة في حلق يوم الايام فليش ما ادبر مكيدة لي قتلها فهمت علي موش اظن انه يقتلها بس انه يبدأ خيانة يعني في في النقابة هذي هذي قصد السؤال وانا اعتبق معانا ممكن لو كان بيصير فيه خيانة فهم بيكون كروكدايل هو اللي باديها موش ميهوك وانك حتش حاول يقتل ميهوك فهمت علي انه خلاص انا سويت اتحالب به خدت اسلح لابية خدت واتفر انا بيه موش ابدأ الشيء ما ادري ما وهو كلامك هو كلامك يعني حسنا هو لا اشوفك يعني كلام الكلام هذا اوكي الخيانة تجي من كروكدايل بحكم الخلفية اللي عندنا من كروكدايل لكن هل طلع شي عن ميهوك والله ما بين هذا الشيء ما طلع يمكن فعلا ميهوك غالبا غالبا المبارزين شريفين الا من كروكدايل ما لا علاقة ما لا علاقة نظام شرف يعني انا حين حطيت في موقف انا حطيت في موقف كيف سواه ميهوك قدام زور ويقول لك انه شخص راعي شرف صح ولا هو مو علاقة قضية انه راعي شرف ما هو راعي شرف يعني مو مثل شري المطر شري المطر واسخ واضح بس هادو سياف طيل بس هادو سياف انا مالك انه ملع غالبا السليفين والموقف اللي طلعت حق ميهوك كلها توجد انه شخص عنده شرف ما هو هو كروكدايل عنده شرف برضه يعني في النهاية شرف شرف كقرصان على القولاتهم يعني انفهمت خلاص وان في وان هذا اللي صار تنكرون هذا اللي ما صار هذا اللي صار وان في وان بقمم نفسه ترى قالت يا بو خليل بالحلقة الاخير قالت حتى وانا قرصانة ولكن في اه وش قالت ولكن كيد القراصنة ايه وش كيد القراصنة طح هذي بقمم الغبية لا انا اتكلم اهو انا بس بيوضح نقطة معينة نعم نعم وجود خيانة وغدر من قبل الكروكدايل واردة وما فيها اي شي لكن احنا ما ترى حرفيا ولا شي عرفناه عن ميهوك واسلوب ميهوك الا في القتال على اساس انه شريف طيب هل يمكن يمكن هو فعلا يمكن هو اليغدر في الموضوع هذا كله يجيك والله مثلا هو خاص طفش من الكروكدايل وطفش من ام الدنيا هذه كلها طاع يلا مع سلامة افتح الباب ويمشي كذا تفككت النقابة صح ولا لا هذا هذا يمكن يصير هذا الشيء فهو المقصد هو بس المقصد في النهاية اللف والدورانة هذا كله انه احتماله تصير فيه الغدرات ولكن لا نستثني ميهوك على اساس انه والله هو شريف القتال ممكن يعني ممكن بس الاقرب الاقرب هو على كله نروح اقل السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يقول من اخونا قلنا محسن ده ترا فيه سؤال من الشات ميكاس قاله قال هل اخر عدو لزولو روح يواجهه يكون ميهوك ايه ولا بسيط السؤال شو توقع ابو خليل؟ مو شاهده ايه انت تقول ايه ام لا هلا ايه ولا لا مو شاهده يعني يعني ميهوك ما مباخر خاص من الزورو و عندنا دعم جديد من حليف لتركي يقال له تي بي كويت و دعم مائة دولار مرة اخرى عرقاتوغزايموس حبيبنا الله يسعدك الشخص غامض اللي قاعد يدعم له اكثر من اربعة الى ثلاث بثولة تقرية و خمس بثولة فقاعد يدعم بدعان يقول لنا اسمه مشهو بس اسمه تي بي كويت ييو يا يقول بقي الاسطورة ودعم يا تنر قيلا يقدم حليف جديدا تركي حليف جديدا هذا يوده تكفى ترى هو عطاه عطاه كياه بو خليل أمانة أشي يوده تجارة باقي لمواصلات ما ذا سمك اي لا يسدد الدين الي علاج هي انت باتح صدقاء لا ولا اي اجابة لسؤالك انا بالنسبة لي اشوف مثل مقال ابو خليل يعني هي لو بيصير سيناريو المعتاد الاعتيادي انه والله هدف زورو وهو الاخير اللي هو بيكون منهك فهو المفترض انه يكون هو عدو الاخير لزورو يعني انا اشوف انها بيكون سيناريو كذا يعني غير انه والله لا يحط لك مثلا مهك هو على قولتهم ممكن قبل الاخير العقبة قبل الاخيرة حتى انه مثلا يحصل على لقب لانه في ناس كثيرة مش شرط انها عساس انه هي سياف او هو اسمه سياف او منصبه سياف انه يحصل على اللقب يعني في ناس كثيرة ما تبي تحصل على اللقب فيعني يعني ما هو ما هو الطموح حقهم انا فقط سياف مثل مهك يعني مهك وصل لهذا لانه يطمح لللقب لكن بقوته بعظمته بكل هذا ما وصل ينكو لانه ايش ما يبي يوصل هالللقب ففي ناس كثيرة يمكن يكونون اقوية يمكن يكونون عندهم القوة الكاملة لكن ما يطمحون انهم يوصلون لهذا اللقب زيل انت اخراسة الموضوع انك انت تقول لنا لا يكون اخر خاصم او لا اخر خاصم لا 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 ما رح يكون اخر خاصم عاكس انت راجب انه ما رح يكون اخر خاصم ليش ان اذا فاز عليه زورو يصير كل السيافين يوجهون على منه زورو زورو يكون هذا التحدي بالنسبة لا يعني ان الناس يطمحون هذا طيب اي هذا الشي اللي انا قاعد اقوله يعني بغض النظر يعني اقولك بغض النظر عن انه في ناس تطمح لللقب في ناس ما رح تطمح لللقب طيب حين انتصر زورو على ميهو على انه حصل على اللقب وخاص اصبح اللقب اللي بيده بس هل في ناس يكونون اقوية ممكن اقوى من زورو رح يواجههم قدام بحكم انهم سيافين نعم كيش لا هذا طيب انا بقول ارضه لا ما توقع انه ميهوك اخر واحد ولكن زورو بيكون هذا اقوى شخص بارزوه وكان صعب عليه او اقوى صعوبة زي لوفي كايدو الحين لوفي بيقابل ناس اقوية ولكن ما رح واحد يقابله زي ما قابل كايدو وكان على وشك الموت ومات وقام مرة ثانية هذا شيء يعتمد على لوفي اكثر وكون يعتمد على قوة كايدو يا تركي ايه انو تطور تطور لوفي قوي شخص اللي قدام ممكن يكون اقوى من كايدو اوكي بس لوفي بيتطور اسرع ويهزمه ولكن ما في احد اقوى من كايدو لزخ كايدو نفسه لزخ لوفي هذه الفكرة قبل ان يجاوبونا اي شيء اخر سؤال رح لاخده جميع شباب من عقيد السلطان شفنا شخصية الفلور الاخضر بس هذا اخر سؤال رح يكون معنا اليوم لانو نجروح بالمانقاكتان عشان ما انتخل عليها ما علي مصرر ترك اسافة السؤال هذا السؤال يقول لك يا ماجد كل اخونا عقيد لنفسه كوكوكوداي قال ليمي هوك ان الصفة المشتركة بينهم هي عدم الثقة لا مدرب عليش اللي بعدها عندي 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 بو خليل ما شاء الله لا عندي بو خليل ايه من الشات ايه وش السؤال كلام هل دورو اخر اخر عدو له يكون مي هوكي اخر عدو ما انا انا مال سؤال ان اخر عدو سيّع ايه يعني بيقابل عدو ثاني في الحرب النهائية مثل أدميرال كم شرط أن الأدميرال تيور سياف سياف وقاتل شامل على سبيل المثال فيجيتورا على سبيل المثال على سبيل المثال لأن الخصم القادم بيكون أقوع من ميهوك مو بس في السياقة أنا لازلت أقول للناس كون أن ميهوك نفسك يقول أبقيس فارق القوة بيني وبين اللحة البيضاء هذا الدليل على أنك رغم أنك تقول سياف في العالم ما وصلت لقوة أقوى رجل في العالم لأن اللحة البيضاء فأنت في المبارزة أنت تب فلكن اللحة البيضاء رغم أن يقاتل بالمقرد اللي يعتبر بالمسبوع لهم نصل سيف أقوى منه بس اللحة البيضاء ما يعتبر سياف بيور يعني مقاتل بسيب خالص لا هو يقاتل بالفاكهة يقاتل بدينا أقرأ مثال شفنا كينغ زورو كينغ زورو أقرأ مثال وهنا ينتهي الكلام بعدها يعني ماذا 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 لو بلاظنا جادلا جادلا إن كينغ فعليا بالفاكهة وبالعرق حقه وبميزات أقوى من ميهوك جادلا بس اللحة يستخدم سيف تلوخ خصم هك زورو اللي بعد ميهوك جادلا هذا الكلام جادلا اللي عادي يأخذ عليه يقول أنت قلت لك يكون ميهوك بذبعكم ده لأني كنت قلتها لأني كنت قلتها البث الماضي وأكله كالصراحة لا يعني كله اللي كنت عطيتهم خبر يعني أنا قاعد أقولها جادلا جادلا إنه لو صار ذا الشيء آآ لو صار جادلا لأجل النقاش فقط لأفراض لأن كينغ أقوى من ميهوك واجه زورو كينغ بعد ميهوك بعد ميهوك هو كينغ من هذا المنطلق أقدر أقول هو واجه خصم بعد ميهوك أقوى من ميهوك هذا الشيء الطبيعي أنك تواجه خصم أقوى ولكنه ليس أقوى سيف في العالم أقوى سيف قتلها في حياتها وميهوك قادمنا للأخر هذا الليل هذا الليل مع أنه يقاتل بالسيف بس إنه مش بيقور سيئ أتفق طاشد عندي التعليق نفس كلامي كان بس أنا لفيت زي عني بس أهي أنت ديواء شو مرجعك أنا أتفق إنه ميهوك مو آخر خصم لأنه آخر معرك راح يخوضها الطاقم ضد حكومة العالم طبيعي ميهوك ما راح يكون في صفح حكومة العالم إنه حاليا هو ملاحق منهم فطبيعي يقابل شخص غير ميهوك نحن قاعد يقنصهم بعد هو منول يبغى يعود لهوايته القديمة حسنا طيب نواف أتيبي دعم خمسة دولار أسطورة ميسا ميسا أو مساء الخير سجلوه عندكم بما أنهم قالوا فيه فيه اختفت وما قالوا الجيش الثوري يختطفها لذلك إيمو هي اللي خطفتها ثانيا أولاً يعني أنه وف أنا قاعد هذا التوقع فأنا قلت هذا القول كم بد قلتها فيه احتمال النقم سمعي اللي اختطفت فيفي وش أنا أقول لكم سابق اللي خداها هذا المنطقي هذا الأكثر منطقي من الشيء بس لا نغفر للجزئة الثانية وهذا كلامه يقول لهم ما علم في الجريد أن الجيش الثوري خطفها يعني بيقلون ترى الجيش الثوري او امبراطور الله قاتل مالك أرباستا الكوبرى واختطف بنته صح أم لا ممكن الغراب هو لخداها غراب موجود في الساحة وما جابتوا هلواتك اللي كان في في معاهم يقول لك ما لدي شي اللي صار يعني في في الموروضنا موجودة وقت قتل أبوها يعني يارب هذا الفصل هذا الأسبوع يطلعونا يارب لا تلف في ميني ساحة لا تلف في ميني ساحة تكفى في فصلنا الأسبوع صاح يس أي يوم الجمعة إن شاء الله ثانيا ليش سابو ما رجع للجيش الثوري لأن الشخص الوعيد اللي يقدر يبرأه مفقود والآن نفس اس سابو رح يطرف طاقمة ويروح في مهمة البحث عن شخص ألا وهي بي بي أوكي نتك عليهم منطقية لا هو يقصد أنه يعني زي زي ايس يومنا طالع قال إلا أعيد كرامتي وأقتل البلاك بيرد وارجع وهي براجع اللي براس البلاك بيرد في الأخير إن شاء الله إن شاء الله هو كرمته إن شاء الله هو كرمته إن شاء الله تسبب في قتل الحبيضة الله يبسر كرمي والله أخي الكبرياء مشكلة يا أخي والله والله النقطة ثانية أنا أتفق معها صراحة يعني لأنها بتكون منطقية إنه بالفصل الأخير يوم الدندج دندنموشي راد كان سابو حسو الملامح حق الدندنموشي اللي هو ملامح البارد اللي بنفس الوقت في شيء في مصيبة صايرة كان يبتسم لا ما كان يبتسم إلا يقول أنا سابو البسمة في وجهة أنت كنت معاكل سمايل شكلك أو بعينك معاكلها صح ولا لا يا سعود أنا ما أذكرك للفصل على سمايل لده خمي شكيت تقولت في الفيتو المانجا أنا مش إنك أنت عارب هذا ما يخصني هذا ما يخص عجبني يا سعود طيب كانت تدعمي بزعات تي بي كويت مية دولار أذي قلت أسطورة بالحرفة باقي يقول باقي الأسطورة يستاهل باقي يستاهل طيب دو دي ال اكس او زد ما تشعني انتقل اسم وش رايك يا رشود في مكافآت زورو وجيمبي وسانجي طبعا أنا والله كنت أقول أتمنى أن يكونون يكون زورو سانجي نفس المكافآة لكن ما طلعت طلعت أن لا زورو أعلى بعد جيمبي وبعد سانجي بالعكس ما ما زعلني الموضوع المكافآة لكن في نقطة واحدة صراحة أنا بأعرفها من أودا في البداية سانجي كانت رسمتها غبية في الوانتد بعدين شفنا صورة سانجي اولي لايف بعدين فيها الفينسموك سانجي حاليا شالوا الفينسموك ورجعوا الرسمة الغبية حق سانجي ايش السر في سانجي إنه يكون يعني كان سوى لنا العودة للماضي برسمة الوانتد حق كثيرا أنا أقدر جواب على جزئية واحدة من السؤال اللي هو ليش شام الفينسموك وفيما يحطون الوانتد فينسموك وولي لايف كان رضاوة للفينسموك اللي لهم علاقة وطيدة مع حكومة العالم ولكن الآن للأسف خلاص أنتم يا الفينسموك طلعتوا من تحارف حكومة العالم وروحتوا مع البيك موم وفشل تحارفكم حتى مع البيك موم فأنتوا حاليا مطالدين أنتم ممبوذين فليش أعط لكم أولي لايف وليش أعط لكم في اسمه فينسموك فشلنا هذا الشي رجعنا زي ما هو ديد أورا لايف وسانجي بالعكس لو خلوا فينسموك في ناس هم عدوة مع عائلة الفينسموك يعني شيء أقوى بالعكس لما أنا أخلي العائلة ترى قال نزلت مكافأة بسبب شيء الاسم الفينسموك فنزلت ما فهمت يعني أنا كان صارت أقل بكثير لوا إسم فيسوك ممكن يزيدونه حتى شوية ممكن يصلوا صار ثالث لا 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 بسبب اسم العائلة لا أنا أنا لا أعرف كذا الشي وتجاوز المكافأة القديمة زورو لأنه يعتبر تشوف شيء جديد عنه أنه من الفينسموك ولكنه نتابع الجاجي والطلب من جاجي وذلك كلام لم يكافأة لي رافع المكافأة لكن الوقت كان جاجي نفسه انه يبه يصيده وليده ويبه يولده يرجع أما أن لا والله ما أعتقد بس مجرد اسمه فيلسبوك نرفع مكافاته وخليه فوق زوره لا مو بسبب حاليا شفنا لوفي محطوطة صورته الصورة الجديدة لا وثاني شيء حرف الديء الردي موجود هذا الشيء يفلي يعني ضغط كبير حكومة العالم فحاليا الناس ممكن ترح يستهدفون لوفي ممكن يعني حكايا افتراضية هذا خطأ مطبعي على بك ماذا خطأ مطبعي لا لا حكومة العالم ليش تشلوا الصورة ذي انتوا أخبيها وكانت وقع حكومة العالم أيضا مو بس الصورة حتى حرف الدي كلمة نشلونا طيب اسموا مع روجة ايه اهم كنا بيشون حرف الدي فذي خطأ مطبعي يعني هو مو بأنهم تعمدوا يحطون الصورة الجديدة وتعمدوا يحطون حرف الدي لا مع الحوسة اللي صايرة عندك ثمان دول ثائرة وعندك اثنين يوم وسقطوا أخبار وتقارير وكذا سقطوا سهوان ان موظف المطبعات جاء بالصورة زي ما صار مع باقي هذا الكاتب بدر يقولك يحتاجون كرسات من شركة باقي شركة باقي لا تطلب منهم محتوى بس عطهم الفكرة وهم يزبطونك يا رجل يا رجل تصميمهم أفضل من تصميم البحرية من جدك انت يقول وعدنا للبذوث أخيرا هذا بخيط عجرة دولار قطوري 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 حسنا بتركي سؤال بسيط من الشاعات عطا فرانكي كان دائما معه سيف لا بجلسة نعم دائما قبل شوي راجع معه سيف اي 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 تكلمت عنها وقت اللي في ريكشن هنا أمستغرب سوارتهم لا هذا تكلم وانقهر يعني يقول فرانكي عنده سيف وزر ما طالعت سيف ش قائعي لا هذا استغراب يعان اي اها اعطا يعني هذا من التاثير أنه وغلس مع الساموراي سبعين ما ساذ سبيع قال لا ولد انا ساموراي قال ما يمش إلى بسيف ايه لا هو هناك كان معاه مطرقه عاساسا النجار هناك عنده حتى لنزي سبينا واشيبي ye戚 خمس وعشرين دولار غير المئة أمس والمئة اللي قبل شوية وحش والله العظيم انكم بتجربوا الدعم علىين على رأسي يا وحش الصراحة طاقم طاقم لوفي وكفاءات مضربة بشكل مو طبيعي على انه ضربت لانه تي بي كوي ديقولك هل من ظلم سنجي انه صار الرابع من مكفاءات بعد جنبي عندي شيء قول قول الكاتب يصد انه يحطوا اقل حاليا عشان مستقبل يوريك انه اصلا سنجي اقوم من جنبي من ناحية تل شيء مبقى كقوة عضلات لا كخطورة اولا انا اقول لك انا اشوف المستقبل ممكن يواجهون احد البحرية ويشوفون سنجي كيف جسده العادي قوي بشكل مطبيعي لما يجي تقليل البحرية توقعها يختلل في الواضع اكثر كاحتمالية حدوث يعني ادري اكثر هذا السعب ما يأثر فيه او الضرب ما يأثر فيه اكثر واحدة حراجزين بتعليقها فكت الله بريكشن سؤالة يعني عباد جبت اسوالي طاف يعني يعني تقول لكم تقولون منطقي انه جنبي اعلى من سنجي بسببت انه فارس البحر النبيل وبسببت انه منطق بالعبيضة وشيش بو كاي سابق واو اش زورو انا زبال ضايدي ليش مش منطقي انه اعلى من زورو كيف 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 اخر شي ليش مو منطقي انه يكون برضو برضو اعلى من زورو ليش عادي لو كان جنبي اعلى من زورو مثلا لو فرضنا انه جنبي الف مليار ومية وخمسين مليون اعلى من زورو زورو بربعة وربعين مليون هل كنتم بتقولون نفس الكلام ولا لا والله شوف انا اقول لك انا عن نفسي ترتيب مكافآت عقم ما صدرت كرقم انا ما عندي مشكلة فيك بالعكس انا تقبلتها وعادي انه اي 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 لان احنا شفنا شفنا في شخصيات كمكافآتها صفر بحكم كانو تيبوكاي بلاك بير صفر وقفز الى مليارين وربع شفنا خطوة البلاك بير كان صفر فجأة ضرب شفنا حاليا كشخص كبوستر شخص بقي ثلاثة اعلى من لوفي بقي راذا مليار وربع واعلى من تيت اعلى من تيت واعلى من لوفي احيانا حتى لا ويستس كده اعلى من تيت اعلى منه اهطاري تيت المارين طلعه اليونكو كلهم طلعه الثوريين طلعه تيتش شكالي زي قل قل يا رب قل يا رب فيتش عالبر هو كانت في مديد انتي يا رب يا رب يا رب غير قال لا هو كانت فيه كانت فيه نظرية حتى حطاه في قروب المشرفين عندنا في الواتساب على اساس يقول لك انه لا انه يقول لك ان الفصل الجاي اللي هو المقتضل الاسبوع اللي قال الفصل الماضي انه يطلع فيه البلاك بيرد بحكم انه طلع من قبل وفي نفس الفقرات الي زي كده او في نفس الارقام الفصول الي زي كده بس يعني انفورتشنتلي يا قلبي تويا والله التخطيط ما يمشي للأزب نعم انا 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 اللي كتب عريقته بالرزا بس ما قلت لكم انه بيفصخ الشماخ بس انا نقول لكم يعني لا ترى قال انا فيه شخصية بكم سعود يقول بيفصخ الشماخ احام وقال ان بسخته لا هو قال ليش بيك ليش لابسه ومتى بيفصخه انا شاهر يبقى اي الله يسعب يديه لله لا وجالي علي سارك عشان كده بسخته طيب ما تسمع سؤالي بالشباب انت اللي كتب يقول فيفي اللي هو على على سابتي فيفي عبدو لان اللي جنب لان اللي جنبه كان محمد عبدو انت في في بارح لطول مساحت الله اسلب اسلب اللي كتب يقول ان المشكلة ما قدر اقول ما قدر اقولها بالضب ما قدر اقولها بالضب لكن بحاول اني اشفر ما هو عيب ان يكون الشخص هو و يعني الرابع نهائيا يعني ممكن فهمني اما عجد شوي انت اي من اخي لا واضح اني اقصد شي ثاني خير تاندي اي 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 ابيك تذكر شغ ابيك تذكر شغ اه شانكس كان الرابع في اليوم قصدك لا يا قلبي لا توشلني خلاص 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 لا 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 هم مو تسفين لا هم مو تسفين ما هو معناه ان من يصير الرابع معناها انه والله يعتبر اوه في قلة مكانته في الطاقم انا اعطيكم السؤال كلكم افراد الطاقم نفسهم لا افراد الطاقم نفسهم مهما كانوا مهما كانوا يعني اه يعتبرون خاص احنا كنا نقول اوه اوه ثلاثة هم اللي اعلى اعلى شي وزي كده لما يصير الشخص هو الرابع ما في تقليل للمكانة يعني هي فقط بين الفنزات فقط لكن لو نجي للحقيقة وفي طواقم اخرى يكون شخص لوعا ما يكون هو قوي ولا زي كده لكن هو يعتبر فعلا ضابع طاقم الركس من رقم اثنين وثلاثة واربعة فيه طاقم الركس من رقم اربعة فيه يا رب من رقم ثلاثة يلا هذا طاقم الركس عطوني انت تجابتهم طاقم الركس الرابع كايدو اي اي شيكي موجود والبيجموم والويت بيرد يعني هل معناته هو اقوى من بعض الشي يعني عندك الركس وعندك البيجموم عندك الشيكي وعندك الويت بيرد وهو الرابع من اللي تحته الحين انت ثاني في طاقم اللحية البيضاء هل تقارنب نعم قوتها اسطورية ولكن هل فيستا وجوز اللي يقهر ومعنى صح اللي يوضح لك كيف ان طاقم اللحية البيضاء كان معتمل بالكامل على قوة اللحية البيضاء ان ايس كان كابتن الاسطول الثاني مكافاته خبسمائة مليون من ستمائة مليون ماركو مليار وثلاثمائة ومدري كم لا لا فعليا يعني دايما نتكلم عنه ان يعني قوة الطاقم ونفس الشي ترى ينطبق على البيجموم وعلى قايده القوة في القائد نفسها البيجموم استثنيها شوي صراحة لانا خلنا نكون صريحين طاقم نفسه قوي طاقم البيجموم قوي ايه بس مكافاتك تكون مليار وثمانين مليون ايوه بس نتكلم يعني خذها وخذها مع اللي هو كايدو كايدو ما عنده الا ثلاثة اللي هم اللي تحت الكوارث والبقين كلهم ما عليش يعني ما ينسون ولا روح ما عنده تبيربو برضو يعني يعني لو جبت اقوى لو جبت اقوى خامسة او ستة من الوزراء حقين البيجموم حطيته في واجهة الستة حقين تبيربو وبتصير مواجهة متعادلة ترى يعني انا انا اسأل لك الحين قد تبيربو هنفترض المعركة بين شانكس و كايدو قد تبيربو يسوون شي قدم عضاء شانكس لا هنزكد انا قاعد اقول لك نيش انا قاعد اقول لك على كلام سعود ترى هذه النقطة ترى ذكرات هذه النقطة ذكرها هذه النقطة ذكرها واحد من المارينز يوجد في فصل مكافات قال هذا الطاقم ما في نقطة ضعف كلهم اقوية كان يعني يتكلم على انه القوات المتقاربة وانه كلهم يكملون بعض واقوية وبرايم قال ذلكلم حتى من قبل انهم كلهم على قلب واحد مو بزيدين يتناحرون بما بينهم على المراكز و مدري ايش لا طاقم و اخوية و رابع حتى اللي حيب يضع عائلة و اخوية و رابع بس فيهم واحد غدار انتشال بسمتيج تباحهم بس ولا المو طيبة طبعا حانيا نزل تسريب كامل لفصل الجاي فعس كده احنا قفلنا كان شات بس حق المشتركين لكن الحين باقي بس نرى سؤالية من ثلاثة بندخل على طول على الكندوم وين المنطقية في انهم صدقون باقي وهم منظمة عسكرية كبيرة و عارفين معلومات كثيرة كثيرة نقص التقمى لا الحكومة بس طول الحكومة البحرية المصدقين باقي قاوي هم منظمة عسكرية كبيرة و عندهم معلومات و اذا ليش فانهم صدقين لنا حكم العالم ما يهمهم ما يهمهم انت طيخة انت ذكر انت أبي انت حرار انت أكي طالما تم اعلان تحالف انت كنت جدا بكل بساطة جماعة تقولين للحكومة برضو ما يعرفون ان اصب معلومات صالفة اتنو معلومات صالفة ما العمل اللي انت سويته كراست حرقت على المعلمة ايه اسمه قد اصب ما العمل اللي انت سويته خلاص اذا هذا العمل اللي انت سويته حتى الوقت ضعيف سويت شيء هدد حكومة العالم ستزيد مكافئة بكل بساطة ما اللي سويت كذا ستزيد من مكافئتك نقطع السطر ما لها دخل والله انت كلا اغبة شخص ولا اذكى شخص فاتح فاتح ما اسمه لهم اللي ظاهر يا جماعة طيب انا عندي سؤال شباب هذا وجدان كاتبة هناك بس كم كم سؤالي ابو خليل انت يعني كليت ميهوك بنت وكروكدايل بنت حتى باقي ما يهم اذا هو ذكر يا الله ومقصده بشكل عام يعني هما حتى ابو اهانك بس يوم جد على باقي قبل شوي كروكدايل قبل شوي ميهوك انت الله يهداك الله يهداك شف شف يعني انت انت المفوض تجبر بخاطر ابو خليل شوي تباك يعني متحدي والحين طلع عكس التحدي ومتى بي يفصل لا لا ترى التعدي كان التهدي كان شي واحد قلت ابو خليل اذكر اللقطة قلت ابو خليل ممكن كنتي اقول كده ممكن انه باقي كم يونكو لو دقيقة دقيقة لو انه يونكو ما حكشنب طيب خلال كم كلامي هذا الاستعجال شوف دائما ابو خليل الله يهدي شوف انا انا بقرأ تعليق اهين كده اوووووووووووووووووووووووووووووووصورة بس عشان اضيع السالبه ميلان كويت يقول هارد لك يا بخليف أنا عارف نقصد الفريق بس أنا بقول إنه يقصد هنا عشان باقي وكذا يعني حقير 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 الحمد لله عوائدنا عوائدنا عوائدك دمعي خلي ساكي تذكر مركزك كل سنوات الماضي حق فريقينك بس ترقب بقول كل مباري بس تغيرها قال الزب لا وخليل شوف وجدان هنا الطيب خاطرك يقول لك هنا سؤال من قال لكم إن المكافأة لها علاقة بالقوة ترى اودا قالها من أول على الخطب فقط والدليل باقي الزبال وقبل السنتين كد أعلم من زوجي طبعا قصها لوفي وما عنده ما عند جدتي يعني يعني حين باقي وكد أعلى من لوفي وهما عندهم من اللي ضعوي يعني هذه فرضية من الناس لأن المكافأة هي مقياس القوة مقياس القوة ما هي مقياس القوة هي مقياس خطرك أنت على حكومة عالي ترى الدليل إنه وشان ساقى المكافأة من القوة قواهم روبا وهي طفلة ما عندها أي قوة حطوا عليها 80 مليون طفلة ما عندها ولا أي قوة ولا تضرب أي أحد ولا شيء 80 مليون ما 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 هيب على القوة أبدا على الخطورة شكبر المسكين عاطي على مكافأة اللطيف اللي يساعد الناس محب الكاندي محب الكاندي الحيوان الأليف محب الكاندي الحيوان الأليف حسنا يعني بس 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 ميلان كويت لك أحين أنت غايب عن البثوث السنين مم بشني شبور يعني ماذا؟ يروس ميلان طلاعت يروس ميلان طلاعت آه لا سمعت خلي السمي في حاله والله نامك تقول الرجال خلف ميلان دوري ولا تكلم عادي والله توني كتب بقول يا مع شروبا يوم خد الدور الميلان أنا باركت لهم روح الرياضية يوم خد الدوري قالوا ما تستاهلوا أنا يعني فيه فارق بس من العقليات الانتر والميلان الله 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 يا الرياضي انتر مو كلهم مثل بعض طيب الدهام يقول وتجديد اشتراكت للمشيجات شكرا لك يا أسطورة أعيد وأكرر وأخلط الأستاذ ماجد بدون استعدار قول أخوي ماجد لأن ضحك على نظريتي وقلت أن يا ماتو ما راح تنضم للطاقة ما شكرا أنا عاسف كتشاب طائش متهور والله والله حقين العامر والله العظيم مسوين ببلاوي هذا شنبه سوى أزمة وهذا بس ضحك عزع على الحطة 22 والله حق لهم والله الحمد لله ربي رد هليه في الأسبوع اللي بعده الحمد لله وإن شاء الله ربي يعوضني إن شاء الله أسبوع أشوف كرت إن شاء الله لا بيه والله وارد ما أدري كاكاشيز والله يا رب العالمي قلتني مبره مبره ما بيكمل حذفي عشان ما تجيب العيد هلأ هي صارت لك في كينغ دوم فإن شاء الله تصلي في ون بيس إن شاء الله هل تبقى بخني يقول إن شاء الله معا هل تبقى بخني فرق بين الثرى والثرى وش السالبه وش قلت أنت؟ شائك أخينا بالله قاعد يقول لوفي مثل باقي مثل لوفي يجدم الناس إليه الصراحة يا ماجد كلام تركي صاح هل تنكر كلام تركي؟ كلام تركي صاح هو يجذبهم اللي بتقوله بالإدعال على وجه لا 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 بغض النظر الكونسيط الكونسيط مش مثل لوفي لكنه صج عنده حاط اللي هو جذب الناس مثل لوفي جذب الناس لي جوا داس السم بالعسر اللي بخليل داس السم بالعسر مو نفس المستخد أنا سمعت اللي قلت سمعتها قلتها اثنين من هنا موجدين يسمعه إلا أنت ليش قلت تهم معك صح واثنين غلط شي؟ مو هذا اللي قاله مو هذا اللي قاله مو إحنا قاعد شرحنا يا فلوفي مدر الباقي هش دب الناس له نادر اللي سمعتها هلأ لوفي زي المرينز لوفي زي المرينز يستخذ اللي تبي و تشيل اللي تبي هذا كلام طويل من الكلام اللي قاله تركي اوت خليت البس بس ماجد سؤال سؤال يا ماجد سؤال مين حرر المساجين للمبلدان؟ لوفي المساجين التابعوا مين؟ باقي ليش؟ ليش بتابعوا ليحررهم؟ ليش؟ ليش راب؟ ليش راب جائد؟ كذب عليهم سو الروحة هو المنقذ وصدقة وصحوة لله رغم شايفين من طلاعهم؟ سمعينه يتكلم وقاعد يكذب على الناس كلها وليس بس على المساجين معنات ان عند القدر الجذب الناس يكذب عند قدر على الكذب زي يسبوا يسبوا جمال البزرين حق القرية حلفاء وياه من كذب ما يكذب يجذب ولا ما يجذبهم؟ طيب عند القدر معقولة ماء ماء يعني يسبوا جذب عمالقة البف بالكذب حق أبي حلال جذاب كبير أنا جذب جذب طيب ماد فليم اكس يقول والسؤال لك يا تركي وهذا سؤال كوني مهم و ضروري جدا مين أقوى؟ نامي أم باقي؟ لو تدور الدنيا تشوف ما راح لو بعوالب موازية ما راح نامي تقدر على باقي إذا صار خروف زي سانجي هذي هجبون برجة دوتو الصعيد غير مبرر هذا راشد علي كبا راشد علي كبا انت قلت ان دارت الدنيا الدنيا تدور ما شفت نامي في لوفي أخر فصل صح؟ هاكي مالكي حطتها في قفص حطتها في قفص لهي لو قابلت باقي تحطها في صندوق يا رجال يا رجال باقي من أول فصل أثبت روحه عقيل يلا آخر سؤال آخر سؤال جدي عقيل السلطان يقول شفنا شخصية الثور الأخضر لكن الشي الغريب كيف كان مشكل ثنائي مع فيجي تورا والوضع بينهم طبيعي جدا مع أنه حرفيا شخصية الثور الأخضر عكس شخصية فوجي تماما هل منه نمكن أن الثور الأخضر مخبي شخصية الحقيقية؟ اسمحوا لي أنا أجواب على هذا السؤال ماليش؟ فضع كون أنهم قاعدين يكلون مع بعض في مديجيوة لا يعني أنهم أولا واحدة أخوية ولا ربع يعني عادي أنا أقعد مع راشد كثير بس أنا مو بحنا أخوية يعني نظار بواجد على زي المثال يوم حكومة العالم استدعت الشيشي بوكاي لحرب المارينبورت مات فضحك هذا خلاص تعال بكرة أبيك بكرة تجي في بث الإنميو وتتكلمهم في أوشو بالموجود آآ ياوشو آآ والله شب أنا محتمى كي ما مكن موجود بكرة ما تابعت شيء بحاول التأفير أمداخ رحت صبالة ورجعت أنت عندنا السلامة على ذلك الله يسالمك إياه أنا رحت الأربعة مستوع من البيت وقت صب الله رحت الأربعة ورجعت أمس تبني أستوى من البيت ما يوم كان ذا بكرة تعال قلتوا ده المبروض بصرار للجابة ياه والله ما أجد عنده دليم طبيعي أعطوني 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 الميمس حقه حكتم مجاهين لا أمام البروضس ده كل هذه حيات المبروضس شوف حيات المبروضس والنطف القديم ففعليا الشيشة بكايج جاءوا كلهم وقاعدوا على طاولة واحدة يوم عزموا حقوة العالم هذا ليعني إن دفلا مينغو وموريا وميهوك وذيلي كلهم رابع ميهوك ولا اجتماع حضر لا لا ياكها بوجود بس بس ده هاي مهم بالضلط غلاء الجيج اجتمع قبلها يوم جاء اقرروا منه ااااا شيش مكاي الجديد هاي الي بعد كروكدillas معناه سقطة لوفي قرروا طمان تلك ميرد فكها موجود منهم قال أنا مهتم عشان أشوفهم انه تختارونه شبكاذات لوفي بلا بلا ما معونه موضوعنا المهم انك عدو على طاول واحد وقال يكلون مع بعض فهو هذا يعني انهم رابع أخوية؟؟ لا مو صحيح اذا استدعاء حرب يعني ان تم استدعائك يأتي الثور الأخضر عساس أنه فيه ريفري ونبيكم تحمون المريج وفترة الريفري وستدعم كم منطقين أنا بناهي جاهجو لا بعد حرب من الريفورت كلهم جار لا أسمع ريفري في حق الشبكة لا ما جاب ولاحد من الشيشة بكاية هم جابوا بس البحرية ولا ادميرها فيها لا لا وين وين عن كومة الظهر لا كومة جاء لنا عبد وميهوك ولا قرمى بالاجتماع مجتمع ريفري ميهوك عرب من الريفورت حق تعين الشبكة هاي حقا يجب دفلمينغو كومة وميهوك مجلد وانك أكونا جمبي لا لا بس دفلمينغو جمبي مسجوم وكومة وقال لنا مجل دفلمينغو كومة حتى أظهروا مكافآتهم السابقة القديمة قبل أن يموقفوها كم مسجوم؟ اي اي جمبي جمبي كم مسجوم؟ لا لا في ذلك الوقت لا بعدين سجن نسجن بعدين وفي وقت الاجتماعي المتقررون لنا البلاك بير يصير شي 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 بكاي جمبي ما بعدين أول ظهور دفلمينغو وكومة في الميتنك في الميتنك محرم المريضة هم لا يسجنونها ترى ما قلت هم جاء هم لافتي ترى هم موتا أعلمهم بيسجنونها ان البحرية قررت عدام اس عارف ان هم بيقاتلون الويت فيث فهنا هنا على ان تمردها جمبي فما بعدين نسجن صحيح هم قالوا ان دعينا الكل مستغربين انك انت ميهوق من بين الشجبكاي كلهم جيت انت دائما ما تحضر ولا مهتم في الاجتماعات يلا عندي شخص مهتم فيه لي طبعا مو راعي لحبش تكنافق ايه كذا كان هذا اخر سؤال وجوا مني يتوقع خلاص في سؤال ماجي بتحلو انطرح مساء يلا عزيز لي الله يلا روح اللي اوهو عودة كروكودايل كانت اللي انا كنا نقول انه بيعود في الحرب الاخيرة حرب الاخيرة شفنا كاتب اودة غير يعني انه قام يرجع شخصية ظهرت سابقا حاليا وضرب مثال سعود على شسمة اللي مع الفلامينجو اللي ظهر في ارك سكايبيا بيلامي ولما ظهرها بعد سنتين حاليا كروكودايل نفس الشي ظهر حاليا وانا قد طرحت انه ممكن حتى انه ممكن يجي سيناريو المستقبل القريب او البعيد قبل الحرب الاخيرة ممكن يدخلها انت شرك في سيناريو الكاتب اللي عودت الشخصيات شوف بيلامي كان حالة استثنائية لانه ظهورها كان فعلا في وسط الارك وكان لدور تقاتل معروفة ظهور الكروكودايل حاليا ما يعني انه فعلا داخل في الاحداث الحالية ومجرد استعراض انه صار كده اظهرت مكافاته وانه تحارف مع الكروكودايل يعني لا ما رجع في وسط الاحداث فعلا انا فاهم احنا كنا نقول عوجدتها في المعركة الاخيرة اي 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 ما هذا نفس الفكرة احين كنائب يمكو لو قرر باقي الاسطورة انه يدخل حرب النهائية ميهوك اصبر عليهم يجون يدخلون المعركة نائية بسبب قرر اسطورة باقي حتى لو نقول كل ما مصدق ميهوك لا يسكن ما يسكني لا يسكني لا يسكني لا يسكني لا يسكني الى الآن اما ادخلت إذا لم يدخل في الحرب النهائية فلو يظهر للكاتب إنه رجع حالياً وقاعد يساوي ما يعتبر دخل في الأحداث الرئيسية إذا جاءت الحرب النهائية فهمت قصدين الفهم فأنا أرى الكرقدان لسه مضى يعني ما دخل في الأحداث ويدخل فعلاً في الأحداث بشكل في الحرب النهائية حالياً ومجرد رجعها بس هذا اللي أنا أرى أيضاً أعتقد أننا نحن نلقاش الفهم بيس ما في الكفاية شكراً لكل اللي دعموا ما نقدر نقرأت حريقاتهم جوكر تجديد شاك 14 شهر ماد إفليم إكس حريقة تو تحول الآن يا مدير على كينجدوم مع السلامة وشو هيك الاسطورة فخم لو إيه مع السلامة بكرة 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 للمي تعال وزولف وبدع وطو بكرة 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 كثير بكرة يلا متنين جميعاً مرحباً باي وصلوا على النبي قبل ما يمشي الله مصدر سهر الله يسر عليك العادة يروح طيب آآ من بد يبدأ مين من زوان سعود ضار من زوان عمنا كنت ولا لان تتمرج سوى اللي طاف راشد 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 أنا الصراحة انصدمت آآ نهاية الفصل مشهد التضحية اللي صار أمور يعني كبداية تضحية حق دينه دينو 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 دمو ميلان كويت شكراً صراحة حبيت حبيت المشهد فتحت البوابه ان كان أملهم الأخير ان لما فتحت كل اللي موجودين راح يموتون بلستنا أوريدنت في أرض الخصم القوة اللي صايرة كلام شين حق حق غري لما قال لها سكتي وطالعي إن هنا في واحد أنت لحد الحين ما بعد تعترفين إنه عند القوة اللي خليش تسكتين ونتي تشوفينها لما نادى ديني واثنين الباقيين وقال لهم قال لهم حتى لو متوا كملوا يعني الصراحة تذكرت في هالمشهد أوكي تذكرت الدق هيوم لأن صراحة هم الاثنين اللي دائما يقولون حق جنودهم حتى في الموت قدى يعني ما أذكر أني شفت أحد عند العزيمة هذه بعدد قليل يعني أوكي قال لهم ضعفنا أقل شيء الواحد يكذبها عشرة لأنها ضعفنا عشرة مرات لا حتى يقعد منكم يسقطوا بعد ما يقتل عشرة أيوة لو سووها كان كلهم اقتلوا الجيش الخاصة بدين ماتها دقيوا بنفسها دخل بإفنة من يعني بقلة من الجيش وقال حق الباقي يروحوا إحنا نعطلهم يعني الشخص اللي يسوي زي كذا هذا إنسان مؤمن بقوة جيشها وميلان كويت ومرة دن أخرى أنا ذر فايف جيفت ساب بالأسطورة يا وحش أريدتو 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 والنقطة الثانية اللي هو فوشن الصراحة يعني مهما كان يعني من الخصوم ما حتوقعنا تكون بهذا الشكل إن سلمات شنو ده يعني يكليك إنه يعني فيه الفكرة عبقرية إنه برج يتفكك ويتركب كل الأبراج من جهز منها جاهزة كاملة مكملة هذا لا تركيب شغل صيني شغل إيكيا شغل عالي المستوى صراحة فيه فيه بعد نقطة شسمة لا ياها الله فيه نقطة فيه بالكين بقول شين شين لما نزلوا هم الثلاثة والشخص الرابع لما أصيب الشخص الرابع من فرقة ناكي صاح أتوقع لا 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 كلهم طلعوا من من مئة جندي لأساس الفرقة شين لما نزل تحت وكان تقرير ما معل كم واحد ونزل نزلوا اثنين قائد الموشاه نزل وقال لهم روحوا وكملوا وقالوا بيوقفون يساعدون قالوا لا يعني أنت لو ما فتحت البوابة الحين ما في أي أمل شين له قاعد يقاتل شفنا كيف طيح خمسة وستة وسبعة الشخص اللي طاح وكان في واحد بيجي ويذبحه اللي جاء وقطع يده المناظر قسم بالله تعطيك أدرينالين موش طبيعي تابعوا يتقاتلوا إياهم والله العظيم مناظر متبعية يعني صراحة يعني يكون صريح لو هالمشاهد تتحول أنمي بنفس الدقة يعني مستعد أراهن أن هذا العمل مستعد أراهن هذا العمل ما في عمر حيغطي عليه ما في عمر حيغطي عليه الدموية اللي فيه مطبعية يعني تغير إلى آخر لحظة وتشوف الإنقاذ بهذا الشكل الله سوى سكين يمتدخل في عين خوية لاحظ لاحظ ترى الشخصية مو رئيسية وثانوية الثانويات يعني شوف وين بعيد ما طلعها أصلا يعني إلا وين نسوي لهذا المشهد ترى مو شي سهل والله العظيم الصراحة هارة يعني أهني السنة هذه الصراحة تفوق من من ناحية تسريع الرتم الرتم صحير سريع غير عن قبض نتكة كيف كنا أول نتذمر من البطء اللي في فصوله حاليا قم يعطينا متعة مطبعية والاستمرارية اللي هو قاعد عليها شي مطبيعي روح دينه دينه هو صراحة الرجل الانتحاري في الفرقة يعني سبحان الله حتى حلقة اليوم حلقة الانيمي اللي دير الأسبوع برضه نفس الشيء طبعا دائما نسويها دائما نسويها دائما حتى باين قالوها مجرد سهام هذه ولا شيء بالنسبة له لكن في الوضع الحالي لا الوضع صعب للأمانة وأضمت صوتي مع صوت عبد الرحمن في live reaction من كان يقول أن الكاتب ناوي ناوي على الفرقة الصراحة ما رح يخليهم كده يعني باردن برده يعني في RQ يعني كله على بعض يعني حرفيا ولا شيء يعني فرقة وقوة ومدري ايش ودي السوريف أول واحد سوشا الملازم الثاني مدري مين الثالث مين لازم يعيشون هالصعاب لازم عشان بكرة شفت قارو شفت كيف كان يتكلم عن الدق هيو هذا بداية بالحملة قارو فقط قائدة رئيس قائدة فرقة هيو وهو كان يعتبر معلم حقه هو اللي كان مهتم فيه معلم ها انت لازم لازم الكاتب يخليهم يعيشون هذا الضغط عشان بكرة تعرف المعاناة اللي هم عاشوها عشان هانت برضو كانكي كانكي فقد رايدو وحين تقريبا يقدر يقول زينو ممكن مات ممكن ما مات ما نادري فنفس الحركة الكاتب قاعد يكرر الحركة برضو موتن فقد شاير حق بانيو كان اسمه بانيو اوهن فقد واحد من فرقته بعد مات عليه واحد من حلطان اخوان اثنين واحد منهم مدرع اثنين اي اي صح 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 فقاعد كده يقول لك الناصر ما يجي بكل سهولة الناصر قاعد يجي بتضحيات وقاعد يقتل شخصيات رئيسية بفرق الرئيسي يعني مو البطن نفسه ما يقدر يعني وطيئة يعني هادي فأنا رجع انا اسأذنكم والله شوي تعبان اي جاي من السورة امان الله سهل على خير ان شاء الله بحظ موجود شاء الله يا مرحبا بك يا مرحبا لا أنا عظم لأسف أنا آسف الله يعني الدراسة أهم الدراسة شيء أهم اللي كنت اي كمان زي اليوم طالع بلت قلت الصباح أسمع صوت أقول لها يا ولد أنت وينك بفية أسمع صوت كذا هندي يعني تكلم قال لي كذا بصوتها عادية لا والله في المحاضرة هذا رمو الدكتور حقه عندي قاعد يشراح راخل محاك يستطيق راخل يكسر قرلك زكر راح ركز راح بقل يجيك بوم كوز لا يجيك شيء أنت قاعد لي بس ايوالله بوم كوز قتل لي قتل لي والله رأيب اليوم ضحاك ضحك وطبيعي رسكري يعمل كتب زي كذك ثلاثة بعد أربعة كلهم قاعد يقولون والله ما يجيك حتى أنا في الدوام قصدي في المعاضرة واحد قال لي أنا في المدرسة قد من جد كم تتكلمون يا جماعة ما يصير ما يصير ركز على الدرس ما يصير بس يعني كم يصير الله يزل بكمل بس لهذا الأمانة يعني الفصل يعني على الرغم أنه أحس أن الصفحات تراحت كذا على طول بصبة الدموية اللي فيه الأحداث وكيف الوضع الصعب للأمانة في قيان نفسها أنه يعني ما هو ما هو شي سهل أنه فرقة مكونا إن شاء الله لو أنه مكونا من خمسين ألف أنه تحتل القلعة يعني كذا باردا برد أكيد لازم فيها تضحيات في أمور كثيرة يعني صعبة على الفرقة نفسها كل شيء مفوض يصير حتى أنه تكتمل الخطة اللي هم يبونها طبعا ما دي إن شاء الله كل شايف الفيتو اللي نزل هذا اليوم يعني اللي نزل أمس حقين اليوتيوب يعني كانوا يتكلمون طبعا على مسألة اللي هو كانكي وريبوكو إيش ردة فعلهم إيش الردة الفعل المناسبة والله على أساس أنه كانكي يقلب الطاولة على ريبوكو طبعا صحيح إن الفيتو قديم يعني بس نفس الأحداث إلى الآن على إن حاليا قديم قديم قبل أسبوعين تقديم يعني في فصلين تخلوا يعني في الأحداث بس المقصد المقصد أو من كلامي إن حاليا لازم أن كانكي يتدخل في اللحظة هذه حتى أن يقلب الطاولة فعلا على ريبوكو مش لازم أن يظهر قوة الجنرال ولكن تخيل أن عندك القائد اللي كان على حافة الموت والله جنبك حاليا معنويا معنويا رح تهز جيش ريبوكو وكل إن الشخص حصرنا وكننا على شكل نقتله أحين ماسك عيالنا وحريمنا وعجايزنا في قلعته في قلعتنا يعني ووصل للتارق اللي كان مرض أن نحن يعني بعد ما كنا نحن مبقال ندافع الأيان يعني هذا هذا اللعنة في الموضوع أنا والله يعني أشفق على فان ريبوكو هذا الحقيقة ونفس الوقت أقول لهارا أنت مرجع عشان ما صخرة وليش السالفة يعني أنت بعد أن كانت تارقت أني أنا ما أخلي مستدفع القيان لا أنا جايبهم لأن عندي قيان عشان أحفر لهم حفرة ودفنهم فيها وبالأخير من حفرة حفرة كلهم صنين أخوان عادي والله والله شو قربت يعني والله يعني جيش كلهم هزبناهم ما بقل نقص راس خلاص طه ردهم لحقناه مثل الفيران بس يطلع النور بنصيد الحرمية ونقتلهم شو إلا قال عتق طالع منها الدخان والريدي سقطت قال علي أنت المفروض مو جاي تحميها قال علي أنت مفروض بستخدمها كطعم عشان تجيبهم تدفنهم في الأخير سقطت يعيب الشوم والله يعيب الشوم والله لكن أنا أقول لك أن يعني فعلا وجود الآن كانكي في القلعة قيان هذه مطلب للأمانة وتدخل ريبوكو أيضا مطلب يعني مو على أساس سواد عين ريبوكو وما أدي إذا عين أو السوداء ولا لا بس 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 أن يعني أن يعني المقصد المقصد فقط أن لازم أن يتدخل على أساس النام يعني 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 عساس ما يصير كل اللي شفناه هذا والهياط والدنيا ذي كلها يعني فقط كلام يعني مثل ما هو يسوي أنا عدولي ينتنو طلعوا ينتنو كانكي يوسي كله مع بعض واحد قلبوها على الأساس بس لا أنا نتكلم فعلا حاليا حان الوقت أن على الأقل ريبوكو يدري يعني خلاص الفصل الجاي يجي نشوف أنه ريبوكو يبدو غلدة فعلا أنا بيضحك أو بيخلط معنا صحيح اللي قال يقول لي لا ريبوكو توقع هذا شيء ريبوكو عامل حساب أنه ممكن يلفوه من وراء ويسقط قيار ماذا نحسسين أنه ريبوكو ولا غلطة ما عمر غلطة الغلطة من قبل يعني صارت لأ في جيو ما نملاحظ ضد القلاح حق تتشاو جيان جيو كلها كذا كو بو كو لو شو لو المهم أنه كذا يعني أتكلم أنه حان الوقت على الأقل أن ريبوكو يدخل لازم أن يسوي شيء على الأساس أنه أوكي يعني جيان صعبة صعبة المنال يعني أنك أنت تستولي على قلعة هذا شيء يعتبر صعب المنال والتضحيات اللي صارت ولكن إيش راح يكون أمتع لنا كقراء ولا كمتابعين يعني أنه يصير في ضغط زيادة على شيء أنه ريبوكو يتدخل ما هو شطن يتدخل تدخل بس أنك أنت تدري أن ريبوكو يدري بحد ذاتها يقولك هي مسألة وقت يلا يا شيد يلا 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 هي حتى قالوها قالوها في الفصل قالوا أن لازم ندخل ونرقى ونحمي الأسوار يعني ما يكفي نحن ندخل وخلاص سكر باب لا لازم ندخل ونستعد على الأسوار وننشئ القوات على الصور ومن فوق الصور كلنا يمين يسار وتهمين وكذا وكذا واضح لريبوكو لجاء بيسوي حصار على القلعة كامل ما بيجي يتفرج إلا إذا كانكي العابة صح زي ما قلنا طبعا أنا لازم أرى أن كانكي رح يدخل للقلعة قبل أن يصل ريبوكو قبل أن يصل الخبر لريبوكو كانكي بيجي ويدخل القلعة ويا قادته وكذا فمعها قادته الثنين يعني هذا نقطة قوية ترى لما يكون في كل جدار عندك في جدار شي في الجدار الثاني رينجوكو في الجدار الثاني كوكو وفي الجدار الثالث موتن وإنت أنت الجينيرا الرئيسي في وسط القلعة وقعد تدير اللي تشرف عليهم كلهم صعب تسقط قلعة وعندك مثل القادة وعندك جلود يحمون القلعة صعب يعني أنت تشين كدر يخترق القصول أن الجينيرا اللي موجود ما هو بجينيرا حتى شكل قاد ألف جندي اللي قاعد يقود هم داخل القلعة ضعيف جدا فما في قوة قتالية ما في قوة سهمين ما في أولا وخذوهم الآن يغروا وجابوا برج ويشتراج الظب الآن يعني ما طبع ما بيخلو البرج يعني أضعف الإيمان إذا ما يمتين يدخلونا معهم القلعة يحرقونا لا تخليه الريبوكو يستغل فريبوكو بيجيك بسلالم يعني بيبنون سلالم بسرعة ويركبون هاي كلام بيجيون يتسلقون ويدخلون ما سرع وقت ممكن وعندنا السلاح الأقوى حق كانكي اللي قلت كلامنا عنه أكثر مرة اللي ممكن يشيني عارضة ولكن لما يكونوا محاصرين بقوة 200,000 ومهددين بالموت كاريوتن وموت بقنون أن اسكت اسكت أنت أولا أنت أعلم من كرسلطة وهذا القرار وحيد اللي قدون لتهديد بالمواطني رق المواطني على الأسوار وتحطوا الأسوار وتقول لهم إذا هجمت بقى أقتلهم وارميهم لكم الجندي نفسه لما يشوف أبوه ولا زوج تولى ولده على السور قدون ما بيجرى يهجم ما بيجرى يهجم ويشوف أعز الناس عليه موجودين على السور لو رميت سها ممكن أصيبة لو رقيت بالسلام ممكن يرمونا على يقتلونا فهذا السلاح فتاك عند كانكي يقدر يستخدم ضد ريبوكو وراح يأثر على ريبوكو على جنوده بشكل مطبيع حساسا ثقاتهم في ريبوكو والأسطورة ريبوكو وقعدوا بحك علينا وين العبقرية وين الهياط وين الثقة وين الخطبة اللي لأن أسمح لهم وإذا هزمونا ترى بيأخذون عيالنا وطبقنا كلامك بحاذفير وكلش بالأخير لو أنك أنت يعني وما علي تسمحوا لي يعني أنا أنا قاعد أدني قاعد أدني قاعد أدني قاعد أدني قاعد أدني تفريبوكو بسؤولة سمحوا لي لو أنك مضحب بلانجي ومالع كانكي من الهرب أصرف أرحا منك تخليه نهاش ومنطارده ومنصيده وإن بيروح واخرات تدخل القيار ويلا ألقوا منك يا أخي الله هذا سكري سكري كانت فاضية ما في أحد يمدخل ما في لها 20 عجوز مدري كم وكذا عادي لو قتلتم وذيلي ما كانوا قادرين على الهرب أصلا 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 لدي سؤال من نوافته بيقول دينو شكله ودع ذكرني باللي في الثرونز hold the door hold the door حلوة حلوة هو صراحة برضو فيه فرصة على كم الاقتصامجة هل تقولك سكري ولا خلاص هل تكتر عن سكري هل تقول سكري خلاص فتح بلا صيدة كامدا اسلح اسلح قول اللي كنت تقول ان الحين برضو مثل ما انت كنت تقول عن حان الوقت الحين برضو النقوس يتدخل كنت خيل والله انت فهمت وصلت توصل لأخبار الحين الأوضاع الحين انت خلاص استولينا على الهجيان الحين خلاص شفنا نفتحه البوابة معناها ان الحين بتخش كريوتن ويلا بتزبط مظبيط يلا يمين ويلا يسار ومادري ايش خلاص نرسل الحين رسالة لأوسن توصل الرسالة لأوسن وهو يدري يكلم يعني يرسل رسالة برضو ل 150 ألف شغل استخبارات حق اشغل اي شي بالضبط على اساس انه يخلي الجيش اللي انسحب من بداية المعركة يرجع وبحيث انه يزودون يعني خاص يكثفون الضغط على هذه المنطقة اللي هي منطقة جيان نفسها بحيث انه ما يخلون لريبوكو اي فرصة حتى انه يقول لك والله بستعيد الارض ولا بستعيد هذه الامور هو ما رح يستسلم ريبوكو بزر ما رح يستسلم هذه قالها أخذ الفرزة وما دام الملك ما رح يسحب زي ما صار من قبل فما في هانديكاب وزي ما قلنا من قبل حاليا ما لا عذر انها لا ولا باع الطلاف ولا ضعف حتى الجنيرال كانت بكل موتي من قوة يعني ما في احد من خان ما في احد من من ساحب بلانجي كان يتظر الامر منه ما يقدر بلانجي يهجب من رأسه وريبوكو نفس اللي ما اعطى الامر فما في عذر لريبوكو انت الله يهداك الكاتب هو اللي مسوي ذال شي هذا اللي بيقولونا فعليا بس موضوعنا انا باصل ان لو اوسن جل حالة بس مع ستي سبعي ثمانين الف جيش الخاص و و دخل قلعة سكري لان بقيت بيكون ريبوكو سحب كل القوات وراح لقياد بيهم السكري ولا رح يفكر فيها هذا يعني ان ريبوكو وجيش حالين بين المطرقة والسندان كانكي في قيام و و سكري و جيشك في النص في الساحة ما عند قلعة بين قلعتين يمديهم كذا يرسلون عليك طج و يرجعون طج و يرجعون جيشك يتقطع ينسحب و غصب عليه تخيل مثل انت لما يرسلون الخبر شو ريبوكو كان في فخ و جيش ريبوكو اكبر من 300 ألف بس أسقطنا القلعة يا شيخ ينسحب بالخير و يرقض من كان يتعال و لا ينسحب يتصرف بشكل سنيع جدا و يرسل مؤونة و يرسل الجنود و كما صار من قبل في قلعة القيام بعد ما سقط و مؤونة على الطول قلعة سليمة و مؤونة قلعة سليمة و كل شيء كيف مدام قلعة 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 سليمة 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 و دولة ترسل و نعم للقيام نفسه خلاص يصبح وقت مجبور سليمة والله جاء في بالي كذا طنق لمبة تخيل يا بابراهيم ان في نص الأحداث الحالية وفي وسط الحصار هذا اللي قاعد يصير يمكن ان كانكي ما يقدر يلحق على الوضع ولكن تخيل ان نفس الجيش اللي موجود في قيان ينشرون إشاع على ان كانكي ترى رجع وهو موجود معنا حاليا وهو مو موجود اساسا بس ان نعطي كذا الإشاعة بحيث ان نخوف الناس بكانكي نفسه وهو مش موجود يعني فهمت ان يعني مو بشط ان يكون هو موجود بحد ذاته يمكن حاليا يمكن مو بحاليا اقولك يمكن مو بوسط الحصار يمكن قبل الحصار حتى يجيك والله موتن مثلا يقولك والله خالص شرايكم خلنا نسوي كذا 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 ليهب مثلا ننشر إشاعة بين الموجودين ترى كانكي رجع وكانكي عايش ومن هذه المواضيع ذي كلها وكانكي يقول لكم سووا كذا سووا كذا وفعلوا كذا بتلاقي أصلا هم بنفسهم راح يكون يعني راح يشعلون فتخيكي ذي جيك سبرايز كذا وكلام المنطقي ولكن هناك نقطة ضعف واحدة وفي مشكلة واحدة انك انك حاليا برا القلعة قيان لا تسايف ليس في امان وعلى المحك فاي لحظة ممكن يموت صح لانه مهما كانت القوات اللي معاه اساطير وجنيراتو على عينها راسي اليوذي رينكو كوكو ومار استراتيجي وقفض الجنودة طالما انك كنت مش في قلعة وطالما انك عددك انت معجودك كلكم على بعضكم ألف أو يقول حتى أقل أقل من ألف جندي لو حاصركم جيش قوامة خمسين ألف رحت فيها اكيد فخيارك الوعيد او امن مكان اللي كانكي عشان يقدر فانا نقول كانكي خلاص ضاف رب النصر او فعلا تصر على ريبكو او فعلا قلب الطالع على ريبكو انه يكون هو داخل يعني وقاطعة النار رح تكون غير منطقية نهائيا لهو فعلا ما كان يستهدف انه يوصل يرجع لجيان يعني يقطع النار عشان يلف ويرجع لجيان من الخلف وطيب لو اقولك انه مثلا مثال انه ما هو مخطط انه يروح لجيان لا هو يعني مثلا هو مرتب الشغلة على اساس انه والله كلهم دول يروحون جيان انا ما رح اروح جيان انا باستنى اللحظة المناسبة وفي النقطة المناسبة بحيث انه كل الاعين تتجه لجيان انا من وراهم اتسلل واروح من يمين كذا فهمت بعيد عنهم من باب لي انا انضم لأوسن واجمع اوسن وارد برضو بس ما تخيل انه يتخلى عن يعني يعني قبيلة السكي واللي هو بنفس ارسالهم يعني فهمت عبيرهم بخاطر انهم داخل قلع حالهم زي ما اذكرك ومو مضمون داك الجيش انه يجي اصلا يعني اوسن مضمون وقال حق اوسن انحقني بس انت قال كلمتها انه يعني حالما تجون بصرح نشطبنا على كل شيء في قياد يعني مو بس اسقطناها سرقناها لهبناها هذا الشيء اللي هم تخصين فيه انهم يدخلون وينهبون كل يعني يعني امرح واردح على كيفك داخل قياد ما اندك احد لو داخلوا يجيش بيحصلوا على اقوى غنيمة من هذه القلع يعني اخذهم من سكر يباقة وحين في قياد يبقون ويسرقون ويعني حتى يستعبدون عبيد ويأخذون شغل ابها اي يعني يعني بالمساح وبالبلاوي الزرق كلها فهم خطر خطر كبير حاليا لو دخلوا قلعات ايام ولازم يدخل لنا لو ما دخل شين بيهجد الساك كذين من رأي خليم يبسون تحت وايام كانت خطتها زي ما قلت لك بتصير زي ما صارت من قبل على شا اسمهم قوس قزح ايام سونا القوس قزح دامو افضل استراتيجية لو هم بيسويها عاد ما رح تكون نفس قوس قزح زي ما قلت لك انا لازلت في راسي كده تخيل ان يصف المواطنين على السور ويربط كل واحد منهم حبل برقبته تهجمون اقطا والله لو يسويه هارف يكون مجنو صراح نعادل ان انا سيناريو يشاطع جدا بس كده يعني تخيل ان هذا اسوأ سيناريو ممكن يخلي ما احد من جيش ريبوكو يتجرى انه يهجب وظلنا عادلة بالجيش من الشمال يعني وعارفين ان ذيلي مواطين ومشعبهم طرح حتى يعني حتى اللي جاي مثلا من من منطقة حقه ريبوكو اصلا ما اذكرها والله بس انه يعني في المنطقة نفسه حقتها وحواليها اي حتى جاي من خلنا شوف الشات احد كتابه شكرا يا 123QWEQ3 اسمك مرة سهل لو حتى الجيش اللي جاي من غنمون الطبيعي انه اذا كان جاي كذا وجاي في قلعة وقبل ستة شهور جاب مع زوجته جاب مع عيانه وخلوهم في قلعة قيان انهم في امان وطلع للحرب انت شفت بعض الجنود كانوا يترعون من الخيام ليس من بيوتهم كانوا يترعون من الخيام ويدعون عيالهم في اللقطات اللي بداية الحرب لما انت تطلع من الخيام ليس تساقب في خيام انت في قلعة وانا عندك بيت الا انك انت جاي مع الجيش اللي تم استدعاع جبت معاك عيالك جبت معاك زوجتك وكذا ما على اساس انك قياني ائم المنطقة حليم في الشمال ساقطت وايقع وممكن تسقط في اي لحظة في اي هجوم فمدام الجيش كله موجود عنده قيان ويحمي قيان فتعالوا وكلكم اجيبوها لكم فانا طالع الصباح امس وفات زوجتي وحيالي في القلعة ارجع دان يوم هاجم على القلعة اشوف ما اللقين على الصور مربوطة من الحبل وانا في اي لحظة ممكن لو قتالهم ممكن ما يقتل ممكن بس يهدد بقتلهم في فرج بين انك تسوي هوس وانا ترعب وانا تراجع من قلعتها وانا تدخلت القلعة لو قتلت وخلصت تزيد حقيتهم يهجمون عليك من التفن شعر الراس وكاك يسوي عادي ما يهتم بس لو سوي شي ثاني انه دار مدار القلعة في فوق الصور مواطنين اطفال ونساء وعجائز وهم اهل الجنود ما احد يتجرى اي هاجم على القلعة ما احد منهم يتجرى هو هذا هو هذا الحقيقة يعني هو شي ما هو زين انك تستخدم الحركة هذه تفكيرنا تفكير البني آدم صحيح مثل تفكير شين لكن تخيل ان بدلا ما انه يحط المواطنين يحط الجنود يعني فهمت انه انت كجندي احطك على اساس يقول ترى هذول مدنيين قدام عينك بس ما ظن انت بيسوونها يعني لانه يعني طوال القصة حتى الان شين ما عمره سوى هذا الشيء ويعني تحس انه ولا اصلا يعني سمعته كجنرال هو الشخص المتسامح وهو الشخص اللي زي كذا فاحس انه ما ادري يعني كذا اللي فيها فيها صعوبة انها بيصير لو دخل كانكي دخل قال انا ترى ميسر هو هو الاعلى سلطة ما يقدر يعترض على قرار كانكي الله خافك يجيك الحين كذا ويتخلك والله كانكي ويعطيك وضعية لي اه يلا شين سول زي كذا يجي شين يقص راسي يقول يلا واخرو بش هو بغى يسويها هو بغى يسويها لا في كينغل تصير عادي لا تستبعد طيب في سؤال اخير من سلطان عقل السلطان عفل عسين خلص طيب بحكم انه خلاص الفرقة راح تقعد في القلعة من اجل الدفاع فهنا تشوفون هذا دور الفرقة فقط لنهاية الارك والشخص اللي بينهي جيش يبكو ويعطيه القاضي او كانكي او في دور اخر قوي للفرقة ماذا رأيك يسوي فرقة مين بالضبط انا ما كتب مركز شين شين يقص فرقة شين حاليا يعني ترى يعني اولا هم جيش شين او جيش شين لازم نحط وهذه تفرق جيش شين للامانة قاعد يسوي الان شغل يعني شغل عالمي شغل عالمي انت تخيل انه جيش يعني جيش اللي هو جيش شين يتولى زمام الامور بحيث انه يستولي على قلعة فدورهم حاليا انهم يكملون الشي اللي يبون يبنونه او اللي هم استمروا عليه اللي هو الحماية القلعة هل بيكون دورهم فقط كده ما ارى يعني هذا المنطقي يعني ما هو من الذكاء ولا من الشجاعة انك انت والله تقول والله خلاص قال لي صار صار ويلا خلال روح نهجم على ريبوكو ونقص راس ريبوكو لانه قايب الله يقص راس ريبوكو الله اكبر عليك خصدنا ما يقدر يقص راس ريبوكو في روضة الحال هذا الحقيقي وين كوين ريبوكو يعني ريبوكو بيجيك بحاصرك بجيش مئتين الف تطلع من السور انت ميت انت ميت ما تطلع من السور وتحاجم ريبوكو بس ريبوكو في حالة لا يرثى لها صراحة انا الماني القلعة اللي خلاص لو استور عليها اسقطوا كنتا راحت صارت لندهم فانا مضطرة هاجم عشان ارجعها فالقتال بيكون حرب زي ما صار في قيو احنا فكرة زي ما صار في ساي صار في ساي ايضا نعم بس في قيو وكيف كانت لتشاو وربيوكو طرر يروح يركض يهد المعرك عشان يحررها فالأخير ما وصل لها قد ماضي فتحت البيبان و جيش كانكي دخل وبعد ما دخل جيش كانكي أوسن تم حصرهم حساس انها بموتكم من الجوع وبأوقف المؤونة فالحين فالحين هو مو مشكلة المؤونة عادي نجمع عندهم مؤونة وقلت نجمع ثلاثة أربعة سبيل بس عددهم قليل فالأفضلية عندي انا بالعدد ان انا عندي مئتين ألف هم عندهم ممكن من عشرين خمسة وعشرين ألف بس داخل القلع فهجوم على القلع أفضل ولكن عند كانكي السلاح الأقوى من المؤونة المواطنين الشعب يعني نظر نقول يعني نظر نقول انه في مئتين ألف جيش كانكي ريبكو من تاتمية ألف بالراحة بالراحة داخل قيام فيه مئتين ألف نظر مواطن طبيعي ناخت يا عزيزي اللي موجود في الشات لا تسوي حركات كذا ما رح يسوين بلاك لفر مين قالك ما رح يسوي بلاك لفر ليس إبرايم جاه ما أدري مرح ترتك في كينجو عشان جميلة بس بس عشاق بلاك لفر عشاق بلاك لفر ترى احنا نحب بلاك انا ما أدري مني قال يطلع الكلام ان احنا نكراك بلاك لفر لو كرا ما سوينا نحنا نحمل بلاك لفر لكن اول شي نكراك في صلحة قليلة و احيانا ما يندين اللحق عليه بثبت انها يكون فرنية وشي زي فقط ليسألها اما ان احنا ما نقدر بلاك لفر ولا ما نحبه ولا لا كلام كله ترى ما انا مجمولة علينا انا واني كارها وقفتها بكل بساطة لو اني ما احبها العمل كان وقفتها ولا تابعة نعم فالعمل استمتعين فيه وقعد ان نتابع وقعد ان نعطي ونسوي حتى الطباعات معنا حتى الطباعات وننزل على طول اول 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 اذا كان هناك احد يقول لكم الكلام سوف تصدقونا براحاتكم انا ماشينا في الكفر لاننا نحب هذا العمل ونعشق هذا العمل فنعطيه اكبر قدر ممكن كنت من فاصل الاخير كان مرة حلو وصاد ومشوفنا طبحيات كيف صار خصوصا فرقة العمالقة جرعة هم العمالقة كانت فرقة مرة مرة مجنونة ومن اول هم الاخر واحد والاهم ان البوابة فتحة لكن اين هو كنكي؟ متى بيطلع كنكي؟ ماذا يفعل كنكي؟ هذا هو لا 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 لو برقة الساكي دخلوا ويدخلوا البوابة الامامية البوابة الخلفية هي اللي تطلع للنهار القلعة فاول شي بيسوون انتظروا كده وين القاد وين القاد باردن بردة بيجي طريق ما عبدنا بالزهور والله متنقهر الحركة متنقهر النار وشاق روحة شاق ردد فعل ربع كنكي انه ميجون لانه لا تدري على الخطة لا مارون ولا كوكو ولا رينجوكو ولا احد لو رايده موجود حيكا ممكن قال له على ذلك كنكي ما بلغ اي حد بالخطة الا قائدة عشيرة الساكي الحالية البنت هذي اللي اعتبر عشيخته ابو خليل ايه كم لا ابو خليل على صوتك بقولها في البث حاول انك انت ترفع صوتك لا تنزل صوتك نهائيا لان يعني الفلتر الموجود عندكم لهذا يخفي صوتك كليا اي اعتبر كمي كل شي ما كان سهولة اوه اقصد انه نفس كده لانا في الزوم انا امديني اسماك عادي طبيعي بس الا لما يصير في ريكوردينج اه الوضع لا يخطبص حتى يعني في ال يعني اك حاط الما يقدم وجهه وحاطه بعيد عني يا اخي بارك اذي كنت ترفع صوتك مو انا نطلبني صوتك رفيع انا صوت ضعيف ما سبيني يا اخي الغالي يلا ارفع صوتك ايه لانه هو دائما لانا دائما ماجد يكون لانا ما شاء الله تبارك الله صوته عالي فما يقطع لكن اه بالنسبة لك انت ابو خليل محمد درحمن هل انكم ترفعون صوتكم لانا حتى في في انطباعات ولا هذا تخيل انت كذا فانت تقول نظرية نظرية ومدير كيف وشي بعدين تقول تخيل راح الصوت اه ما خاص هذا يعني التعليق ايه في شي عندكم في كينغدوم ايدينا قدامه انا تريد طعام اه ما تدري ما يطلع بث كونه شوي ولا لا لا كودو انت ناصر اه لا للأسف اليوم ما توقع كنا متعبان انا صباح انشاء الله بكرا انشاء الله بكرا انشاء الله بكرا وصراحة انت صراحة في خطة شريرة عندي بس ما لا أسطبقها اطلع كله صباح ادري على المدرسة واجهين اطلع باللايف بصريعين اغلب الجمهور اللي مدتونه وفي الجامعة اللي في المدرسة فمو حلوة انا نعود نخليه في الليل لا اعتقل نتقل بلاك لابر ولكن قبل انا اروح بلاك لابر اناونسمنت اعلان كبير للمنغا الأسطورية هنطا هنطا المجلد اكتمل اليوم من 390 إلى 400 المجلد اكتمل بقيله بالصفحة دابل بيش قاعد يشتر عليه وحط عليه اللمسات الأخيرة صفحة واحدة بقط اما المجلد كامل حتى بالغلاف حتى الغلاف رسمها وعونها وكل شي خالص يعني باقي شغل على المحبرين وكذا المزبطين والمعررين والمجلد كامل يعني ان شاء الله خبر عودة مانك انتر هه 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 هل يوم زي ما قلت انا في الشورتس اللي نزلت من اليوتيوب وظف مساعدين جدة وحاليا الرجال شغال على الفصل 402 تادي نزل صفحات من المخطوط الرابعة والخامسة من الفصل 402 يعني ماشي من عسل فصول اللي بعدها الرجال مكمل الرجال داعس تساعدني عن رأيي الشخصي من مجلة تستمر على نفس الناس انا تعطيك عشر فصول تاخذ بريك شهرين ذات شوال الباشور ستة شوال وترجع بالعشر فصول اللي بعدها بس ان الكاتل طالما انها مستمر في الرسم والكتابة ووظف مساعدين اخيرا انا الشي اللي كنا اطلحنا نتمنى من تقاشي ووظف محررين ووظف مساعدين ما عليك الكسور والمجلة بتتكافل وتدفى ما عندهم مشكلة ما عندهم مشكلة ما عندهم مشكلة اخيرا يعني اذا الشي قاعد يمشي الحمدلله فنقول ان شاء الله ان شاء الله اننا راح نشوف 30 40 50 فصل من تقاشي بس مو زي ما تراهن ابراهن احس انها بيكون في توقف ابراهن ابراهن انه خمسين فصل او مؤلة لراهن عزيز زاك بالضبط خمسين فصل بدون توقف خمسين فصل بدون توقف صعبة 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 لو صارت لو صارت قلت لا يا عزيز انا سوي خمس نبايحة توقف وقلت لا تقلت اعزم اللي تبيعز عليك وكل من حضا باك صعبة صعبة خمسين فصل صعبة لا هي اشارة اشارة او يعني هل قلت قد ساين يعني ان الحبيب توقشي يعني صحيح انه قدم العشر فصول ولكن ما زال يرسم الفصول اظن اظن في ناس تعاونوا معي يعني قال لو صارت يعني في ناس قابل تعاونوا في الدباي ما ادري من الكم معي مو عنا بس بيضر وجيم في ناس قابل بس لا سوى ذبيح الدجاج وابد مالك لا 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 نحن قومون هنا قولنا ولو صارت بشيف شاي ممتابنند يندي عنده حلال ونخطف لنا في الدين يعني عرافت اسلوبه ويكفر وله كانت هلوح يتذسم فيها جدية وكلي لفه في الورد طيب 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 يا حمايب يقالبي ننتقل الان الى بلاك لافر اااااااااااااااااااااااا عطونا تعليقات بس قابل خلنسمعها فاي سعود ما سمعنا في بلاك لفر سبولي طاف عطنا في ذا أسبوع يا سبولي سعود هو عندي أشياء كثيرة صراحة لاي نعم ما تكلمت ما تكلمت من العودة اللي كتب يقوله فاغف للجمهور نفسهم خلنا نكون صريحين شوي يعني ميزة بلاك لفر للأمانة في الفصل أنه يكثر لك في القتالات يكثر لك في الأمور يكثر لك في الفريم اللي فيه قتال فصعب علي فصعب علي أنا اللي بأتناقش وبأطلع بث وتبيني أنا أطلع في أنا أخذ راحتي أني أنا أتكلم لك في فصل قتالي أو في فصل يقولك والله في الفريم هذا والله شوف لاحظت أنه كيف الكاتب رسا ما ما دليش صعبا فلازم نحنا لازم يسير في تجميعة فصول بحيث أني أنا يمديني لما أنا أتكلم في البث أخذ وأعطي يعني ما هي سالفة يلا واتساب أفتح موضوع من هنا وأفتح موضوع هنا يلا خلص قفل الموضوع لا المفترض أني أنا يعني أحط نقاش وأحط جدال بحيث أنه يعني الكل يتفاعل يعني سواء من الموجودين في الشات في اليوتيوب اللي موجودين هنا كمقدمين ككل بدون استثناء يعني بتكلم ببداية مع اللي هو إمبراطور السحر للأمانة اللي الآن أتلخبط بالاسم فالقلبة حقتها للأمانة كانت مرة خرافية حلق كذا إمبراطور السحر أخو الثالث لأخر الرابع لأخر الرابع لأخر الرابع قلبة الأخر الرابع للأمانة كانت مرة أسطورية يعني أنه كيف أنه الآن بدأ يطلع على حقيقته مو فقط على البشر إنما حتى على الشياطين وهذا شيء يعتبر جداً رائع لأنه لأنه كذا الكاتب طلع لك وخلق لك طرف ثالث أو طرف ثالث أكثر يعني من بين البشر والشياطين اللي هو هذا الشخص اللي هو الأخو الرابع لأنه نشوفنا في الفصل الأخير كيف أنه ما بقى لا شيطان لا بشري لا مخلوق إلا وهو هدم ومسواء وكذلك أنه أضاف أتواع هم كل يوم عندها سمحني أقاطك يا سعود سمح يا جماعة آيش يعني سمحوا اللي قاطعت طراحة رأيه مهم بس الكلام بقوله أهم منا يعني على الشيء للأمالة يا جماعة هذا الشخص سعود يعني قاعد يتكلم حالياً هو اللي سوى منتاج حق حقات ما قابلك كذلك وهو مشغول وعز دراسته وغربته ومخبراته يمسك الحلقات في منتجها أي حلقة ما يقدر يمسكها في فريق المنتاج يمسكها يعني فهذا شخص لو يغيب خناه يعني سانا قدام ما يسوي شيء يضل فضله كبير على هذا القناة لأنه سوى شغل كبير وجبار جداً جداً طراعةً يعني ما لا يشكر الناس لا يشكر الله فشكراً لك يا سعود على الجهد اللي قد تتكلم بسعاد هذه المتابعين يعني يا جماعة كان يقولون أن الجندي المجهول سابقاً هو أنا قمعاً من ضمن سعود فأنا أقول لكم الجندي المجهول حالياً ليتحرك في الخطاة هو سعود وقاعد يسوي كل شيء ممكن وغير ممكن أيضاً لكي الحلقات تنزل في وقتها الإستجرام ينزل في وقتها على الرغم أنه يعني وأنها بحق دل عبد الباري بس أنه صراحة من المركز الأول يعني أنا أقولها ممو جاملة هذي حقيقة أشوفها في وجه فشكراً سعود راحة ما عليش كان طاعتك بس كان في كلام في قلبي وحبيت أقوله في وجهك وقدام الناس كلهون أنك تستحقوا شكراً لك على الجهد يا حبيبي يا حبيبي والله لا بالأكس يعني يعني الواحد حلو أنه يعني يساعد الناس بالطريقة هذي لأنه مو بس أن أساعد الطاقم إنما أنه حتى أني أساعد الناس ولم ينبسطون إنه لما نشوف واحد والاثنين أو ثلاثة يساعد الناس بالتصرفاته يعني مو بلازم أنه يطلع للعالم ويقولوا زي كنا ما يحتاج ان الواحد يقول اهم شي اني يعني بس اني انا اقول لك ترى اني سويت وزي كذا بس عساس يكون عندك خطب فيس امام نكمل لا لا بالعكس عادي بالعكس 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 يعني مقاطعتك في مكانهم بالنسبة لأقول لك ان الاخ الرابع كيف ان الكاتب ابدع الصراحة كيف انه خلق لك او شي طرف رابع او طرف ثالث في القصة الحالية لان حتى كنا نقول يعني الا يعني وين بيوصل وين موصل الكاتب وين هي بتروح ايه. يعم ايه لانه انت في النهاية طلعت لا يعني كنا نقول ان والله خلاص بنت 해주 القصة ولا كذا انا كالا يوم التف�� وال impat قطع بى الحرف الواحد من يعني لو اقولكم تخبرون حلالا نخت عند ن LEGT كتقول يعني نفس الشيء اكوى ايش بيطلع لي شي اقوى ايش بيطلع لي شي اقوى ايش بيطلع لي شي اقوى الحالية فالكاتب كاتب لك لفر الامانة مبدع في هذا الشي و انا اضم صوتي مع صوت ابو خليل يوم كانوا يقول انه يعني القطعة اللي هو قطعها صحيح انه طويلة ثلاثة شهور تعتبر مرة طويلة خصوصا على كاتب مثله اه ولكن فعلا اذا عطيت الكاتب فرصة انه يبدع وانه يكتب قصته بطريقة صحيحة راح يكون شي مرة مرة اسطوري وهذا اللي قاعد يصير حاليا اه تبي ترابط تبي من صدمة تبي من جبروت الشخصية كيف انه يعني اه يستغل يستغل يعني اقل الفرص على اساس انه يسقط البطل وهذه ما شفناها يعني هذه هذه نشوفها في العكس عادة يعني انه يعني نشوف ان البطل يستغل كل الفرص فقط على اساس انه يسقط ذاك الشخص اللي هو قدامه صحيح انه هذه ما تعتبر معركة بحدي ذاتها لانه تعتبر يعني كلاشات يعني فقط بسيطة ولكن انه كيف انه الاخ الرابع يستغل اقل الفرص فقط على اساس انه يسقط ااستا وهذا ما يدل الا عظمة ااستا الحين يونه وبعد الحين يونه يعني انه كيف انه هو فعلا يعني يبينلك ان الاخ الرابع هذا ماهو صحيح يقول لك عبدالبال انه انتعكل والله يعني ارسلت له قسما بالله اني انا ارسلت له يا جماعة والله 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 انه ترى هذا البني ادم وودي اقولها وان شاء الله ما يتابع البث بعدين ترى هذا البني ادم اقسم بالله انه عسل بشكل ما تخيلونه وعفوي لدرجة انه يقول الحين يا شباب مدري ايش يلا 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 بس هو يكون مرهب وهو ما يقدر هو مرهب فجأة كده هو قاعد يتكلم معه فجأة اصلا في محادثة ولا حتى في واتساب يقعد يختفي يجيك بعد ساعة ساعتين ثلاث حرفين هذا اللي قاعد يصير يجيك ويقول لك والله ما عليه السعود ترى انا نمت يقعد يقعد على الكرسي كده كده يقعد كده يقعد كده يعني مو بلنا يخص هذا البني ادم كده للأسف يعني بس هذين تخبرون اذا كانوا متابعين البث ما كنا نقول في مميزات كثيرة في عيوب كثيرة الآزها فيه عيوب الامانة واضحة ولكن الانسان مو ضع كده يعني في عريصة يا جماعة و مو قعد الكرسي و و انها حياة خلاص يعني هو قدنمي البيت أنا لا أستطيع أن أدخل معنا في فون بيس لا أستطيع أن أدخل معنا في كيندوم ولا في بلاك لبر لا أحبه لك يا واد برايه لك كل كلام من الحين اللي قبل هذا كانت تعليقات وعلى الكاتب وعلى هذا بتكلم على الفصل الأخير طبعا الأمانة كيف أن أظهر يونو الآن في اللحظة هذه وكيف أنه بيّن المشاعره وغضبه قدام الناس اللي كان أول يبغى يصير أحد منهم اليوم الفرسان يعني هو ما يبغى يلومهم ما يبغى يلوم الفرسان دولي اللي قدامه كيف أنه يعني خليته آستا كذا يختفي فجأة وحتى أنه يعني بيّن لك غضب يامي على يعني قال يمكن أن يتكلم مع ناخر يامي كان موجوده لك درسه بشيء لا هو يعني من غضبه يعني لحقنا متأخر يعني كل هذا اللي صار والقتال طبعا نحن ندل أنه هو كل شيء والله اللي قتلكم أنه ترى أن المراحة واللي هنا قتلكم على المراحين عشان يشتتون الجماعة الشياطين طلعوا اللي طلعوا إياهم ذا يعني يجرون مجموعة منهم لأنه كان هو الامبراطور خارج وطبعا هنا الميزة اللي يمكن في أعمال ثانية موجودة كيف أنه يعني يحط دائما يحبون الكتاب يحطون الأبطال في معضلة في يعني في نهاية آرك في نهاية القصة ليه لأنه يبين لك المسيرة حق البطل نفسها كيف أنه آنستا مر على دائما ومرة على الألف ومرة على ذيك اللي هو الساحرة ومرة على مدري أي شو كذا فتخيل أن أولئك وكلهم على بعضهم سوى معهم علاقة رائعة وعلاقة حديدية طيب، عادتا مش عادة بكلها دور في الأرك الجاه أنا تخيلها من الأنمي حيث الأنمي صراحة جو أكتا يعني ودامنا دخل الأرك آخر بس ممكن الأرك مطول فلأ وصبر الأنمي للنص الأرك أو آخر الأرك ورجع الأنمي بيكون كذا ورجع سردة واحدة ماك يشغرها مايدر يشغرها آآ وعلاق يعني يعني كم الأرك حق اله من وقف الموقف كم فصل ولا مئة فصل من وقف الأنمي أتكلم لا ولا متى بدين المن تقرير لا لا ما الفصل اللي بديننا فيه بعد الأنمي عاطون أحدية أذكره؟ قلت بسبعنا وحي كم واصف ثلاثمائة وفردين ستين من فاصل لا مش السبع لحدك أتحدأك إذا كم قام فوق المية بالراحة لا يقصد متين سبعين سبعين إذا في سبعين شاحن ما أخذ المية تواصل وهو شوفه يعني خصوصا في الانيمي لأن مثل ما قال لأبو خليل الكاتب لأنه يكتب على الراحة يعني حتى الأحداث نفسها في الفصول ممكن يكون فيها 12 صفحة 16 صفحة لكن 16 صفحة كلها فريمات قتالات يعني هذا سواء كيف يكبر مدعوين 3 دقائق يحرق بالفصول كار حلقة الانيمي يقدر يحرق 10 فصول بالراحة يا رجل وجوده وجود الانيمي بلاك لفر أعاد نظام الفلارات اللي كان موجود في بليتش إنه كذا فيه كذا أبو كذا كم حلقة وسط القتال يدخل هنا أنا أكثر أبو كذلك خلنا يوقف لين يبقى إذا قال إنه بقى مثلا عشر فصول عشان فاصل ينتهي كل الانيمي ينتهي غير كده لا والله يعني غير نظام الفلار نظام التنقيط اللي يصير في الحدث نفسه أو في الحلقة نفسه لا لا أتمنى يوقف ويرجع وهو بدون أي فلار كده يشج شج لما ينتهي أحلى بلت مرة والله هو بيشير بيصير شي مرة مرة أسطوري ومرة فراحة الأمان أنا عنده فصول كثيرة ما أخذ راحته قاعد يحرق ويقص في الأحداث قص فأنت تستنى ما عندي مشكلة تستنى وتجيب شيء حدث ولو يرجع الانيمي ما أمده كده يعني يسوي 24 حلقة شو مطب على المهج أرك واحد فقط اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الأرك اللي أرك الشياطين استعادة يامي ويو ومسحة اسمه الأرك الاستعادة فقط لحالها هذه ممكن يخذوه لو هم فعلا يبونا يخلونا بـ 12 حلقة وبها الصراحة طيب خلي أسألك يا سعود مين تتوقع الشخص هذا وهل هو راح القارنة صحيح لما هنتوقعه ومشو عنده شو هو اللمانة اللي جاء على بالي شخص مفترض مفترض أنه يعني معروف ما أظن أنه بيكون أبو آستا يعني أحس أنها يعني لما كان نسيت التعبير بالضغط حتى ما نسيتش كان يقول بالضغط لكن كأنه يعني قال أخيرا أنه عميت أخيرا أخيرا آه اللي كان قال أخيرا كأنه يستنى ويستنى لفترة طويلة جدا آآ ممكن أنت اللي قلت الكلام هذا على أن سستر ليلي عندها نفس الفصام الشخصية أنت ولا أي الفصام الشخصية اللي هو ليس من الفصام الشخصية لا عندها شخصيتين في الجسد هذا أنه فيه واحد يتحكم بالضغط يعني مثل ما صاير مع لوسيوس ويوس لوسيوس ويوليوس اللي أنا قلتها في اللي قلت أنه ممكن الشخصية اللي الأساسية موجودة وهي اللي في آخر لحظة كده غيرت شيء في انتقال آستا لهذاك المكان وهذاك المكان يكون هذا الشخص اللي يعرف أن أساساً آستا جم منه من الأساس تتوحي يب ما أدري يعني حس أن الشكل الشكل اللي احنا كدام الفصل يعني الشكل مو بأنه معروف ولا أنه يعني وصير كأنه بالستايل اليابان بحكم منه يعني الأزهار السكورة اللي كانت على اليمين هي مكان ما هي أزهار سكورة يعني بس أنه يعني التقريبياً يعني ولبس الكيمونو هذا فيدل على أنهم فعلاً ضاحوا لهو البلاد يامي يعني وحس أنه حان الوقت الحين أن الكاتب يطلع الفرصة هذه بحيث أن يطلع لك اللي هو آخر آرك هينتا 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 يا سكورة هلا زعتور فأنا أحس أن هذه الفرصة أنا حتى كنت أقول أول يعني فضحناك يا زعزع فضحناك ما يحتاج فضحناك وقلنا لك أمور طيبة يا صاحب هلا شي فضحناك لا تقلق يا صاحب يعني فضحناك واصلا للعلان السماء البلادين من تتوقع بيقلب على الفرسان من اللي يقلب على الفرسان كيف يعني استفعش وما أن critique من ابتداء هو ومهرب مكان واحد بهم يقلب على، يعني عنه يسحب ما يعني حس ان ما ادري والله ما عندي جواب لله ما انا ما بيعت فلسفة ولا يعني ازل بحركة هبت ما ادري ما ادري ما ادري ما عندي شي اصلا ثلاث واضحين كانوا اللي هو ابو البيزان وش اسمه ليلي في واحد يعني احنا قلنا انه ممكن يكون ماركوس اخو ناخ اللي هو مساعد الامبراطور واحد اي 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 انا مختفي ايضا والثالث الاقرب يعني ممكن يكون اللي هو في ناس كده قاعد يقولون انه اخو ناخد ناخد اي اي اه يعني ما احق يعني شوفوا هو هو حاليا يعني حتى قالها ابو خليل في في النقاش وقالها في الانطباع وقالها احس انه الاخر الرابع حاليا معلش قلتش 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 يعني احنا كنا كنا نشوف الشياطين اللي قبل انهم يعني قلتشات فتخيل حين الكاتب قالك يا الله بزود القلتش واحط كل اللي كنتوا تشوفوهم قلتش في قلتش واحد فحان قوة الشياطين نفسها قوة المهلمين كده قلت يا جماعة عندي توقع خطير كده كده واش تخيل او يجون جزء من الشياطين يقول انت قتلت ريسنا وكده وبنطق وكده فدين يجي الفصل اللي بعد على طول يعني أنا متكلم يا فنين اشوف الاسبت يقولك لا ما سحل مش هالعالم يقول لا خدراتك الله الله يكسر قالك يعني اقول لك انه حرفيا حرفيا انه اول شي جاب لك على انه صار في انقلاب سواه اهو الاخر رابع على الشياطين نفسهم بحيث انه يقلبوا الشياطين لمعه سنة ونص عينما اخلص ذي المحمد بالضبط بالضبط وهو اصلا داري على اللي بيصير واش اللي قاعد يصير وليش هو انتظر كل هذه المدة على اساس انه يقلب ويسوي الحركات هذي كلها فانه يصير في انقلاب من الفرسان نفسهم اللي هم يعتبرون القوة يعني ما عليش كل واحد منهم طبعا فرسان black lever السحر يعتبرون قوة بحد ذاتها لكن انك انت تقلب بعد زيادة منهم على اساس ايش بالضبط يعني احس انه خلاص هو فيه كافيه يعني يعني تزود القوة قوة عباطة يعني اوكي يمكن نقول والله لا والله بيقلب مثلا حق الرسم مثل مقلبه اول حقين الالف من الفرسان ناس مقلبوهم وسوولوهم وحطولوهم مدلش كل صغير كبير عندك يا رجل احنا نحتاج القارة الاخرى القارة الدايموند وقارة الهارس كلهم نحتاجهم الحين والحين نبين طلع حقين الالف واللي موجودين يعني انتم تخيل فقط الانقلاب او الهجوم اللي صار على الشياطين الارك الماضي تحتاجنا كل القوة الموجودة ويا الله ويا الله قدرنا يعني نصبت قدامهم وبسببت مين بسببت آستر مثل ما كان يقول محمد السالم آستر ابيستر لو لا وجودهم في الارض المعركة كان محد صمل منهم مضاد للسحر وقوة اسطورية ورغم انها فقط خمس دقائق حين حد حاصل عندنا ايون متوطور آستر تطور بس برضي يعني حين اسبوع هذا كامل ما حد يدري عن آستر آستر بيقعد يدرب يعني يتعاجب يدرب عشان ينتصر على هذا ممكن يدرب بحيط انه يقدر اساسا وهذا الشيء اللي يخلينا نقول انه يكون ابوه اللي موجود على التزير انه يكون ابوه شيطان اساسا فيعلمه كيف يقدر يتحد مع الشيطان وقت اطول وكيف يكون اقوى اتحاد الشيطان حقيا ففهمت عليه فعشان كذا يكون هذا الشيء اللي وحيط اللي ما كان متوقع اللي هو الاخ الرابع أو اللوسيوس انه آستر بيجي يعني في الوقت هذا مفروض الجماعة هناك يصمدون بس ليه ما آستر يدرب ويصير شرب ويجي لهم ويجدد في ذا الكلب جلد يطلع يطلع ابو آستر اصلا هو من من قبيلة يامي نفسه اللي هي من من ذيك الجزيرة أو من ذيك يعني من الارض البعيدة خصوة ان آستر عندها سيف يامي فدرب عليه برضو قاطع الظلام ترى قاطع الظلام فلو كان تدرب عليه آستر لان هذا شيء يخليه منطقي لنا ليش ما رجع السيف حق يامي اصلا 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 حين السيف عنده موجود هناك هل هو معلم يامي هل هو بس انه لا علاقة بالشياطين اكيد ويطور طور الشيطان حق آستر انتحاد الشيطان مع آستر وذا إلى مستوى عالي جدا 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 هو لازم 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 حاليا انه يعني احس ان الوقت انه فعلا الكاتب يركز لي على المنطقة اللي الجاي منها يامي لانه كانوا معاملين معاملة انه انت كنت ولا شيء يعني حذالة تراك انت يعني انت يعني حتى مو من العامة يليت يسمون الشخص العام لا الغريب يعني انت كنت تلقب على انك فقط غريب غريب وكنت تثبت نفسك بقواتك الجسدية غريب كن اديب هذا ما كان اديب صحيح هو لا والله هو خلاهم كل واحد يأدب يأدبهم والله العظيم بس انه كيف 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 نظرته انا اتفق نظرت نظرت يامي وهو ذاك وهو معطيها وضعية اللي ناخت تمر يعني شيء فيه ضرب بسيط ما عليك بازبطها هالي 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 انا بازبطلك تصبيت يا ابو خليل اخليك تصارخ ان شاء الله عند المايك بس خلنا ننخلص البيت اللي كنت بيقوله برضو انه حان الوقت ليلى انه غالبا غالبا انه الشخصيات اللي تكون كده يعني فيه مسلسلات كثيرة او افلام وانيميات دائما يظهر على الشخص على انه غريب وانه زي كذا ولكن يظهر انه عنده قوة ومكانه واصلا من مكان سحري ولا مكان ذي قوة عالية او زي كذا فتخيلوا الحين يجي الكاتب يقولك الكل بساطة ترايامي هو من ارض مثل نفس في وانو ارض الساموراي ارض اللي مدري ايش ارض القوة وارض مدري ايش ارض اللي متلعنة مع الشياطين ايه الحين يجيك هذالي اصلا من اول هم اصلا عندهم ذي القوة بس انه يعني كانوا نظام مختار والله نظام اللي والله فيه كنا احنا اول وزي كذا لكن تم نبذنا مثلا لان احنا صارت بيننا وبين بالدمر حتى شي حاجه كيف يتعامل مع الشياطين من الشيطان يتطور شيطان وانو يتطور شيطان نشوف شياطين في الارض اللي هو فيها لان احنا في قارة وهذيك في قارة يشوف شياطين قدام يعني كذا شياطين عادين يمشون مثل كذا وش اسمه اللي مع آستا الشيطان بيستا بيستا مهم ان هذا يعني ليبي 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 بيستا مين ليبي كيف ان اول يستغرب بعدين يقول ان يعني كيف ان في شياطين هنا يعني اوكي مو بس على آستا يدخل لك له ليبي نفسه برضو يعني يعني يستغرب مثل ما يستغرب آستا وان يعني كيف ان احنا شفنا كيف التطور اللي صار بينهم عن طريق نخت اللي دخل فيه نظام شياطين وخرابيط وزا كذا بس تخيل ذول الاثنين يكون عندهم تطور فردي يعني ليبي يكون يتطور تطور بحكم ان بيشو شياطين وآستا يتطور كتطور جسدي وسحري من القبيلة نفسها ادمجوا مثلهم مع بعض كذا كل الفرن طيب يقول لك تتوقع ان نشوف فترة قريبة تدريب لآستا قبل لايقاتل لوسيوس نعم هذا طبعا لكلام كيوي نعم اتوقع هذا الشي يصير متى بديت لغاش بالكبر لان اكتر من اثقر بالساعة الى ثلساعة محسب اكتر من الساعة يقول ان شواب انا محسب لبتراعها محسب خلنا ناخذ السلحة وانتابعين ولا عندك هل يضيفها سعود كامو عندنا ناخذ السلحة لا بس هذا يعني هذا اللي في بالي حرفيا سيف عادي يامي كان يقول لكل شوين يشتري سيف هل هذا الشي ذكر ما اتذكر اه لا اذكر هذا الشي للا معنا اللي في الجزيرة مو ابو آستا ابو يامي عشان نفس شعر ابو او معلمة يكون يعني ايا معلمة او ابو يامي وش ابو آستا كل شي ممكن يمكن هلس اتخيل اتخيل هذا السيناريو وان شاء الله عادي لاحد يقولي ان شاء الله ما نزل سبولير ولا شي ولا خربط اساس حقط ما حتى يجي تخيله الاولان انا يمستشعر نفس الكي Dale عندي يامي فهو أعمى يعني كيف يقول ها أنت ذا ها أنت ذا يجي يقول لك هل سيستطيع استخدام قوعة أخرى غير ملغي السحر لكل علاقة بالكي لن أرى منطقي يهزم بملغي السحر ممكن ممكن يا صاحبي يكون ما اسمه حتى يطلق سحره نفسه خاص يبدل بين الغاء السحر واستخدام السحر ممكن الكي ما أتوقع أنه لها دخل إذا يسوي شيء ثاني يقود شياطان مع بعض يعطيه تعويذات للتعامل مع الشياطين بالذات ويقدر يجلده فيها لكن الكي شخصيا ما أتوقع أنا شخصيا ما توقع يكون كلامك صحيح يكون في استخدام للقوة نفسه مثلا زي دراجون بول القوة كانت فقط مقتصرة على قتالات بسيطة و كمي همي ها و ذا و في الأخير الموضوع طلع أعمق من كذا يعني يمكن يقول لك بعد أيامي يوم يوصل المملكة الكلافر ما كان عندك كتاب تعويذة و بالصدث السلم أخطر سحر بالعالم و بعد سحر كتاب ينجذب لصاحبة كل كتاب ينجذب لصاحبة فسبت سحرة وسبت مكان يأتي منه أو شيء لا علاقة قبل يقول لك و يمكن يد الثاني تحول لقوة الملائكة و يد الثاني تكون قوة شيطان قوة ملائكة بقوة شيطان شوف هو أول ما أنت قلت سالفة ملائكة بكذا ما يعني أول شيء جعل بالي الخطايا السابع و حس أنه يعني لما ندخل فيها لما ندخل فيها ما يتوقع يطلع تحول جديد حق يامي تطور جديد إيه باستحول جديد لا ما أتوقع يقول لك أحس أنه أسترث هو أبو آسترن اسمه قريب من كل غريب يعني آسترثة شيطانة نظرية ولكن يعني ليش أمه مخبيت الموضوع هذا كله يعني يعني أقصد في الفلاشباك نفسه أقصد يعني يمكن طيب كذا خلصنا سئلاتكم في بلاك لبر و قلنا سئلة الدعم كل حاجة بلاك لبر فكذا نكون نهاية هذا البث أتمنكم استمتعتوا معنا أظن كمنا أكتمتعتوا معنا 35 و 40 دقيقة نبدأنا من 9 و حين ساعة 12 إلا ها ها شاء الله كم استمتعتوا شاء الله كم استمتعتوا معنا و خذيتوا راحتكم معنا والموضوع ترى مثل ما قلنا في الفيتو مثل ما قلنا في البث البث حبي أي شيء يصير في البث و أي شيء كذا من أوشات و هذا بالضبط يعني كلها و ناسة و و ساعة صدر و فل و ساعة صدر أي كلمة قيلة هنا ما تقصد الشخص العينه يعني لا أحد يجي يفسر على كيف كل ما قيلة هنا للضحك و الفل و ساعة الصدر و النقاشات الأكثر و الأقل و المنوشات أيضا أكيد سواء كان على المقدمين أو على المتابعين أو في أي شيء آخر يعني و هذا الشيء اللي متعودين علينا إحنا من أول يعني و هذا النظام كده يعني يبعا نختم أحب أشكركم جميعا على حضوركم البث هذا و أشكر المشرفين برضو على تحملهم و صبرهم معنا و أشكر المتابعين على حضورهم الدائم و الله يكاتل الناشر و الشير في كل مكان فهذا شيء مهم جدا يا جمعة الخير الناشر و الشير والله يكون التعليق الإيجابي لأنه يفيد كثير و إذا عندك انتقال سلبي أبد قلوبا مفتوحا لكم جميعا صراحا و مهم مكان أو ترسلها في الخاص أو ترسلها في الخامس يرجع لك كدك وصل لنهاية هذا البث أتمنىكم استمتعتم معنا و فينا يقولوا معي سبحانيك الله و الحمدك أشهد أن الأهل أنت أستغفرك و أتوب إليك لا تنسى الاشتراك لايك شكرا يا متعب يا حقير هم يقفل الدولانية يقفل المبات أتمنى معك بعدين باي 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 باي